انا الاهلي انا الاهلي اهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة استثنائية لجمهور استثنائي بيشجع بالتأكيد نادي استثنائي حلقة جديدة من الاهلي خط احمر اهلا بك فارس أهلا بك يا أسامة وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي والأهلي خط أحمر في ليلة جميلة من الليالي اللي احنا بنحبها عشان شبه النادي الأهلي بالتأكيد أنا الأهلي أنا الاستثناء لكل قعدة أنا الأهلي أنا التاريخ اللي منحوط على جدران السنين بالبطولات والإنجازات بيجسده شخصيات وأساطير هتكون سعيد الحظ لو أنت عصرت هؤلاء وهتكون أقل حظا لو كان عبارة معرفتك بهؤلاء التاريخ الحقيقة احنا سعداء الحظ جدا أن احنا بنعيش فترة مع النادي الأهلي من الجيل الزهبي أيوة الجيل الزهبي بل الجيل المنديالي مع كل جيل كان بيمر على تاريخ النادي الأهلي كنت بتبقى قاعد مستني هل هللاقي جيلي عوض الجيل ده من جيل كابتن صالح سليم في البدايات وتسع بطولات دوري متتالي لجيل الكابتن محمود الخطيب ورفاقه في التمانينات وغزو أفريقيا على مستوى البطولات القرية إلى جيل كابتن حسام حسن ورفاقه في التسعينيات ثم جيل أبو تريكا وبركات وعماد متعب وكابتن واق الجمعة وكل الأسماء اللي ظنينا أنه هو ده الجيل الزهبي الجيل اللي حق برونزية الجيل اللي كان بدايتنا للعالمية حتى جاء هذا الجيل الجيل الحقيقي اللي ابتدى تكوينه من مداخلة كانت هنا في القناة هنا مداخلة من الكابتن محمود الخطيب بعد الإخفاق أمام التراجي التونسي بعض الملفات محتاجة لإعادة الحسابات وبالفعل في يناير 2019 بدأت نواة هذا الجيل في أعلى مستوى للتعاقدات في شهر يناير مروا بكابوة بالتأكيد كانت كابوة ولكنها كانت كالنار اللي بينصهر جواه الدهب كابوة سانداونز خرج منها النادي الأهلي ليقتحم أفريقيا ويقتحم العالمية هذا الجيل قدر يحقق ثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا من أربع مرات وصل فيهم للنهائي هذا الجيل قدر يحقق ثلاث برونزيات في كأس العالم للأندية من أربع مرات وصل فيهم كأس العالم للأندية ولسه كمان مكمل في 2025 إن شاء الله ولازم تحلم وانت مع النادي الأهلي لأن الحقيقة البعض بيحلم خارج النادي الأهلي بل البعض بياخده الخيال لبعيد جدا والخيال اللي بياخده بعيد جدا الأهلي بيعايش جماهيره واقع تخيل انت كم فريق بيحلم انه بس يلعب في منديال الأندية تخيل كم فريق ممكن يحلم انه ياخد مدالية في منديال الأندية أحلام ربما لا تتحقق للبعض على الإطلاق ولكن للنادي الأهلي حولك الحلم الواقع فبدأ البعض يقول ايه ده احنا كل سنة هناخد برونزية القصة أصبحت عادة فأصبحت سهلة على البعض لكن الحقيقة لا ده مجهود كبير وكبير قوي بيبذل من مجلس إدارة من تكوين أجهزة فنية لا نبخص حق أي جهاز فني ساهم في هذا الإنجاز وعلى الأخص بيتسو مسماني ثم مرسل كولر اللي بيجي بيغير في هوية لعبي النادي الأهلي في منديال الأندية ليصبح هذا الجيل منديالي يعني ايه غير هوية ما احنا عاملين تلاتة برونزية قبل مرسل كولر لكن الحقيقة أفضل أداء اتقدم في منديال الأندية كان على إيد هذا المرسل كان على إيد كولر في منديال الأندية الحالي والمنديال السابق الحقيقة الراجل اللي قدامكم ده المشجع الأهلاوي اللي بيتحدث عن جماهير النادي الأهلي بمنتهى الشغف يستحق التقدير زي ما كل مجلس الإدارة يستحق التقدير وعلى رأسهم بالأسطورة الكابتن محمود الخطيب لأن الحقيقة الإنجاز اللي تحقق في مجلس الإدارة الحالي هو إنجاز غير مسبوك انت بتحقق تلاتة برونزية مع هذا المجلس وبتحقق مع هذا المدير الفني بالتأكيد أجمل أداء وأفضل أداء أشاد به كل منصف كل موضوعي اتكلم عن مونديال الأندية هذا الرجل مرسيل قولر حقق أربع انتصارات عشان يكون الأكثر تحقيقا للانتصارات في مونديال الأندية عشان كده احنا لسه مستنين كتير وعشان كده الراجل ده يتحارب عشان كده مجلس الإدارة يتحارب عشان كده بعض اللاعبين هتعرضوا الانتقادات ولكن هذا قدر النادي الأهلي في وقت الانتقادات احنا دايما وأبدا بنحقق أحلام الغير وبنعيش الواقع بطولات وإنجازات أفرس أكيد يا أسامة يعني ليلة مفرحة وليلة مهمة وأنا جماعة عايزة أبدأ من حاجة نكون واقعيين فيها احنا كتير هنا بننتقد وكتير جدا بنشيد لأن أنا بشوف العلاقة السوية تجاه النادي الأهلي أنه هو أنت يكون علاقتك بيه موضوعية سواء في الأمور اللي تستحق النقد أو في الأمور اللي تستحق الإشادة بس يعني عشان أصدقكم القول إحنا لما بنزعل الفترة الأخيرة بنزعل قوي وبنزعل بزيادة بس لازم لما نفرح برضو نفرح قوي وهو طالما يا جماعة بنزعل قوي من أي إخفاق يبقى لازم نبدي أي فرحة حقها أنا عندي مشكلة مشكلة هي مشكلة جميلة في حياة الأمر إن إحنا يعني سهلنا الصعب الأهلي سهل أوي الصعب النادي الأهلي من كتر ما هو بيعمل إنجازات هي في حقيقة الأمر صعبة قوي في حقيقة الأمر استثنائية قوي في حقيقة الأمر مستحيلة على أي حد معاك في منظومة الكرة القدم المصرية فما بقيناش بندي حقها أنا معاك طموحك كأهلاوي السحاب أنا معاك إنه طموحك كأهلاوي ما له السقف النادي الأهلي هو الطموح بجد هو اللي طموحه عمره مكالي سقف عمره مكالي نهاية عمره مكالي حدود ولكن في نفس الوقت إحنا بنشوف يا جماعة ناس بتفرح بالله شيء أنا عمري ما حاولك أعمل زيهم لأن عقليتك كأهلاوي مختلفة عقليتك كأهلاوي متفردة عقليتك كأهلاوي على مدار تاريخك مجالس إدارات ومدربين وجمهور ولاعبين هي دايما بتبحث عن الاستثناء مش بتبحث عن اللي بيعمله عوام الأندية أو الآخرين من الناس أنت دايما مش شبه عامة الناس في اللي بتحققه أنت شبه الاستثناء ولكن ده جماعة مش معناه أبدا أني ما حسش بقيمة وجمال الاستثناء يعني إيه كان نفسنا في الضيئة أكيد كانت في المتناول أكيد أكتر ولكن هل تحقيقك ثلاث برونزيات من آخر أربع مشاركات في كاس العالم للأندية في آخر أربع مشاركات بتحقق مرة المركز الرابع والثلاث برونزيات لا لازم توقف عند الرقم عزيزي الأهلاوي لازم تفخر عزيزي الأهلاوي لازم ترفع راسك عزيزي الأهلاوي لازم تفرح يا أخي افرح لا افرح ودي الفرحة حققها واتبسط وحس ان انت بتحقق اللي غيرك ما بيحققوش بص لغيرك وشوف ان انت في حتة تانية خالص آه هو يا جماعة بقى النادي الأهلي بجد بتاع الحتة التانية لا ده الحتة التالتة والحتة الرابعة واكتب اسم النادي الأهلي وسيب عشر سطور فاضيين وبعد كده دور تكتب اسم مين في مصر ده حقيقة اللي بنقول يا جماعة له تعصب وله مبالغة ده أقل شيء النادي الأهلي يستحقه تعالى أقف قصاد جيل لا لازم ياخد حقه هذا الجيل لما بننتقد وهذه الإدارة لما بننتقد ولما الجمهور بيكون عنده شيء سلبي يقول وشوف السلبي وقول ان انا كنادي أهلي استحق الاستثناء حقك وانتو عارفين ان انا دايما بشوف ان النادي الأهلي لازم يسعى للاستثناء وما تقوليش اصليه لا هو النادي الأهلي فعلا في حتة تانية ولكن مهم جدا ان انت كمان مش بحثك عن الاستثناء يخليك لا تدرك الواقع ودي معدل لنفسية في غاية الخطورة لما تعتاد الاستثناء وتفضل تجري وراء مش هتعرف تفرح بحاجة تانية لا افرح ودي الفرحة حقها انت عندك جيل عمل ايه اخر اربع بطولات دوري بطار افريقيا مشارك في النهائي محقق تلاتة منهم عند الجيل اخر اربع منديالات محقق تلات برونزيات لو انا مدتش النادي الاهلي حقه ده يبقى دمين ويا جماعة انا عايز اقول ان احنا مشكلتنا ان انت مش قادر تحس عظمة ان انت فعلا مختلف عظمة ان انت فعلا متفرد هتلاقي الاخرين احلامهم لا تقارن بالنادي الاهلي طب مش احلامهم ده واقعهم ده كل حاجة ده انت بتلاقي ناس طلعة تقلل من برونزيات كسل عامل الاندية وبقالها عشرين سنة شايف عشرين دي كبيرة ازاي مايقترب من ربع قرن محققوش البطولة القرية الاكبر مش مشاركوش في كسل عامل الاندية لان جماعة ده لفل تاني ومستوى تاني وما احترامي كلم كل حد خاطبه الناس على قدر عقوله كلم كل حد على قده فالنادي الاهلي قده كبير اوي فحتلاقي الاخرين حلمهم بس حلمهم يا اخي انه هم يقفوا على ميداليا تتويج في دورة ابطال افريقيا وده شيء مستحيل يا اخي هتلاقي بعض الفرق هي زميلة دور المجموعات وزميلة بطولات كونفيدرالية وزميلة بطولات لا ترقى لحتى ان انت تشارك ديها في كاس العامل الاندية فشوف الفارق وشوف الواقع وما تقفش دايما غير عند حلمك واعتقد يا اسامة النادي الاهلي حلمه كبير واستحق ان الناس تفرح انا نفسي زي ما بنزعل زي ما بنفرح هي دي المشكلة ان لازم جميل النادي الاهلي زي ما بتدي يعني قدر للحزن في اي اخفاق يعني لازم نفرح ونستغل الوقت اللي بيحق فيه النادي الاهلي الانتصارات وهو كثير الحقيقة ولكن معانا على الهاتف ايضا نجم كبير اهلاوي الحقيقة لو تاريخ مع النادي الاهلي ومنوشات على السوشيال ميديا بتشجيعه للنادي الاهلي المعلم ضيا بقى نقول لك المعلم ضيا معانا طبعا النجم الكبير والفنان الكبير الاستاذ محمد فراج يا مساء الفل يا مساء الجمال ازاك ابو حميد كله تمام ازاك فارغ احنا فرحانين ان انت معانا وانت من الناس اللي لسا بنتكلم عليها اللي بتعرف تفرح ده حقيق ده لاي خذيكو يا رب تتلموني امتشكر جدا وفرحان ان انا معاكو جدا في المناسبة الحلوة ديت والف مليار مبروك لنادي وكل جمهوروك كل محبيف كل حسا فلحة قل لي بقى عاشت ازاي البطولة دي وعاشت اجواء المباريات ازاي وليك تقوص خاصة مع المباريات دي وكلمنا كده عن مونديال اندية معاك البطولة دي لا طبعا كان فترة مهمة بالنسبة لي وبالنسبة لكل اهلاوي يحب النبي يعني لانه بطولة بتحصل كل سنة مرة وبنستناها يعني من الوقت للتاني والحمد لله رب العالمين دايما من اول ظهورنا في كاسة عامل اندية الحد دلوقتي الانجازات والليجوان والمواقف الحلوة والصدات والطرقصات والاداء الحلوة بيزداد دايما كل بطولة والتاني وبنعيب الفرق اقوى وبنعيب الفرق اكبر فالحمد لله رب العالمين النادي الأهل بيزداد جدارة في كل بطولة من وقت للتاني ودي حاجة انا يعني فخور بيها جدا على مستوى الاداء على مستوى النتيجة على مستوى الانجازات الارقام فبقول لهم كلهم بلس باثناء الف مليون مبروك بقول لكابت المحمود الخطيب الف مليون مبروك يا كابت المحمود وكل مجلس القدارة وكل جهاز بجد يعني طبعا عارفين كلنا انه الموضوع كان بالنسبة لنا حلم الليبل بتاعه ابعد شوية وده ابسط حقوقنا وابسط طموحنا مقارنة بقدرتنا وامكانياتنا ولكن قدر الله مش افعل احنا فعلا عملنا بطولة محترمة جدا جدا بشهد كل الناس قبل اي اهلاوي قول لي بقى الماتشاط اللي انت يعني انت عملت مع ماتش التحاجة ده ازاي فلمونينسي ازاي حتى المبروك الاخيرة مع قروا الياباني كانت القصة شايفها ازاي والله ما انا قلتلك النادي عمل يعني عمل بطولة بجد مهمة جدا على مستوى الاداء وعلى مستوى التجنيك وحتى الارقام بتاعت الاهداف بطول انه النادي كان بيلعب ازاي في البطولة من اول مرش التحاجة ده على مستوى الاداء وعلى مستوى التكتيك وعلى مستوى التمكن والتحكم في مجريات اللعب ريجاردنج للمرش اللي بعديه فلمنسييني المرازيلي ومع ذلك قدر ارامش افعل برضو بعد المرش اينها مكتبناش ولكن بحي جدا 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 من كل قلبي رغم استصالتنا في المرش التاني الا ان احنا حتى لو كنا ضيعنا كرة كتير هاي الكرة لكن انا متأكد وده اللي كان باين على الاداء في المرش التالت ان هم راحوا ناموا صحيوا ربقهم بني عزمين تانيين احنا راحين نعمل اللي احنا عايزينه ورجعنا بالبتالية الحمد لله رب العالمين طيب كمشجع هلاوي قبل يعني فنان كبير بنستمتع به طبعا عندنا البرونزية الشهيرة في 2006 وعندنا طبعا برونزية بالميرس وبرونزية الهلال السعودي والبرونزية اللي حققناها امام قراوة قلاص بقى باسمينة الحمد لله طبيعي ايه البرونزية الاغلى بالنسبالك واللي انت بتشوفها الاقرب لقلبك يعني بص انت انت اهلاوي زي واي حد سمعنا هيبقى تقريبا جوا نفس الافكار انه كل بطولة وكل ميداليا ليها بطاعتها وليها وقتها وليها حلوتها لكن وليها مواقفها برضو والدراما بتاعتها البطولة اللي فاتك كانت بطولة صعبة قوي البطولة زي كانت بطولة صعبة اللي قبليها كانت يعني لفل الصعوبة بيزيد الحمد لله وإحنا قدها ودود ولكن اعتقد بت يعني برضو ايه بتبقى اول مرة لها طبع مميز شوية ده حقيقي خصوصا ان احنا كنا سادس قبلها في البطولة اللي قبلها بالضبط بالضبط احنا اول ما دخلنا دخلنا بكل قوتنا ولكن مع التكاتف ومع دخلي بالك برضو احمد انه ويا فارس البطولة دي مش سهلة جدا طبعا كراويا يعني قصدي انه خبراتها بتكتسبها خلي بالك انت معك دي دلوقت دي دي تالت بطولة يلعبوها يعني بقول لكم ما بيسلموا الجوائز والمدريات انفانتين وكل اللي وقفين خلاص عارفين هم ودامين 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 يعني قصدي انه حتى اللعيب نفسها بقت معروفة آآ سنويا فدي حاجة احنا الحمد لله اكتفناها فكرة انه مش بس بقى حلم لا هو بقى حقيقة وبتحصل مرة والتانية والثالثة وده طبيعي الحمد لله رب العالمين بفضل الله وفضل كل اللعيبة والمجهود آآ ولكن كمان دخلنا على كاس العالم والقباية فدي حاجة بحد ذاتها برضو لازم ناخدها في اعتبار انه المكان تنادي راحت فين المكان برضو بتعلق وبتعلق وبتعلق بتروح فين طبعا طيب يعني شايف بقى بعد تغير نظام البطولة من السنة الجاية الفين خمسة وعشرين هتلعب على اتنين وتلاتين فريق ويتبقى بجد بقى بطولة قوية جدا طبعا شايفتم وحاط النادي الاهلي ممكن يصل الى فين في هذه البطولة اعتقد الاجابة واضحة يعني ما بيش حاجة يعني مش علشان آآ انه البطولة هتبقى اقوى وليبل الشراسة بتاعتها هيبقى اعلى بالعكس ده ده احلى حاجة في النادي الاهلي انه مع زيادة الدواسع بتزيد رغباته وبتزيد اهدافه وبتزيد طموحاته فبالعكس يعني هو مش ده هو يعني ده هو ده هو النادي من اقوى الحاجات في روحه اللي هي فكرة الاصرار على والقتال على الهدف اللي هو حيث لا انا شايف انه والله لو كانت 48 فريق اخيرا يعني طبعا احنا كلنا كاهلوية كان عندنا شوية زعل من الفريق كده بعد السوبر ليج ويتا رجع النتاج في الدوري روحنا كاس العامل الاندية كالعادة عبرنا عن نفسنا بشكل كبير دخلين على بطولة السوبر اللي بتقام في الامارات بنظامها الجديد عايزك توجه رسالة للفريق قبل البطولة دي وانت بترجع للبطولات اللي هي داخل القارة اللي يمكن كان فيه شوية زعل من جمهور الاهلي فيها تحب تقول الفريق ايه اقول لهم حبايب القلب واخواتي ورجالة كلهم وابطال اتعودوا على المكسب وتعودوا على البطولات ده قدركوا ولكن قدر يعتبر تاج على الرؤوس انتوا قدهوا قدود ومهما حصل ودي وجهة نظر الشخصية واتمنى ان يكون دي المشاعر والحسيط تجاه كل اهلاوي قدام النادي بتاعه واللي عابته ومجلس قدرته انه احنا زي ما بنقول على الحلوة وعالمرة مش معنى ان احنا عضينا اوقات مرة يبقى انتماءنا يقل اخلاقنا تنحرف تعليقاتنا خالص ده ملوش علاقة خالص وإلا مايبقاش عندك انتماء من جواك بجد بالعبس احنا لازم يعني زي ما بيبقى فيه اوقات حلوة بنعيشها معهم زي ما بيبقى فيه اوقات وحشة احنا لازم نكون معهم فيها برضا يعني الموضوع مفخوش مفخوش تذكير كتير دي بجد صادر الشخصية وقالوا قابلنا معكم ان شاء الله كل اللي جاي احنا كتير قوي من اللي فات واحنا في دارهم في اي وقت ان شاء الله فنان الجميل محمد فراج بنشكرك وكالعادة اهلاوي متعلق ونجم استثنائي بيقدم اعمال فعلا مختلفة ومتميزة نشكرك جدا مشكرك جدا يعني فنان طبعا ونجم السينما والدراما المصرية محمد فراج الاهلاوي جدا يعني لو لقطات فارس ويعني ما تقربش جنبه وقت مباريات النادي الاهلي وده طبيعة كل ما هو اهلاوي الحقيقة حابنا نحطكم فيه الحدث وننقلكم برضو انطباع نجم كبير عن البطولة للحقيقة اي منصف زي ما قلت لحضراتكم هيتكلم بمنطار وضوح ويقول ان النادي الاهلي اللي لم يكن افضل اداء في هذه البطولة فهو تاني افضل اداء بعد منشستر سيتي بالتأكيد ولكن خلاص صفحة البرونزية كعادة النادي الاهلي دائما يطلع من بطولة يدخل في بطولة النادي الاهلي بيصل الى دولة الامارات العربية الشقيقة من اجل اداء مباريات السوبر اه مباريات السوبر لان الشكل اصبح مختلف اصبحت فيه مباراة مع سراميكا كليوباترا في حالة الفوز فيها ان شاء الله وبإذن الله النادي الاهلي حقق الفوز نصل الى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من نادي بيرامدز ونادي في يوتشار كل التوفيق للنادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم ده قدر النادي الأهلي يخرج من بطولة يدخل في بطولة وقدر كل من يمثل النادي الأهلي العبق جديد عشان كده بقول لكم لما تيجي وقت للفرح افرح احنا محتاجين اننا نفخر بهذا الفريق بجد بجد مقدم أرقام طبعا قياسية وطبعا وصلت بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات اليوم وكان فيه استقبال البعثة طبعا يعني الورود الحقيقة وده طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي ومعه طبعا المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي في الرحلتين سواء المدالية البرونزية في كأس العالم أو فارس في الإمارات والسوبر وبإذن الله نحاق السوبر إن شاء الله انت كان الله في عون الناس يعني سواء إدارة النادي الأهلي أو اللاعبين أو المنظومة كلها يعني ما فيش نادي تحس أنه هو طول الوقت في هذا الكمام الضغوط أنت طالع من السعودية على الإمارات لدرجة يعني أنت لو جبت لك الصورة وانت بشاف هي فين طب دي في السعودية في الإمارات من أي طيب خلق يعني طبعا مجهود ومسئولية قسامة كبيرة جدا وأكيد أهداف لأن قدر النادي الأهلي زي ما احنا بنقول أنه هو طبيعي ممكن بطولة أو برونزية زي اللي حصلت دي فيه أندية أسامة في مصر لو حياة الإنجاز اللي هم بيسخروا منه دلوقتي البعض بيقلل منه وللأمان أنا بكون مشفق عليهم والله يعني أنا شايف فيه ناس ممكن تقولك احنا أفلنا خلاص اللعب ده لو وصلوا ومش خدوا برونزية طبعا أنا فاكر فيه ناس كابتولك خدنا السوبر الإفريكي خلاص مش عايزين حاجة تخيل الناس دي خدت برونزية عالم الأندية أقول لك خلاص احنا حلو كده نقفل وشكرا مش عايزين نلعب كرة تاني انت بص بص الحالة المشكلة فارس احنا قلنا في الإنترو إن احنا سهلنا الأمور على الناس والله العظيم أنا معارف دي حاجة مفترض تحسب للأهلي هي بتحسب عليه والله بتحسب عليه بص دايما يقول لك كده اللي على البر عواب أي حد فاكر إنه هو حيقدر يروح يجيب برونزية طب ما هتاخد مثلا بطولة أفريقية عارف فارس الكلام كمان اتحاول لما انت بدأت تصل لنهاية أفريقية وتحقق البطولة قالك لالي حاول بطولة لدورة رمضانية طب يا جماعة هو إشمعنا طب انت فين في الدورة رمضانية بالضبط ما ما تدخل وردين في الدورة الشعبانية طبعا يعني كابتن محمد الشناوي واللقاطات الحقيقة يعني محتاج وقفة بل وقفات كابتن محمد الشناوي هل يدي الناس كلنا اه بنقول له كل سنة وانت طيب وناس بتعيد ميلاده اللي الحقيقة كان احتفال يعني في الباص كده واللي احتفال تم تأجيله لمبعد البرونزية وده طبعا يعني أحلى برونزية والحقيقة دور مؤثر جدا في البطولة زي دور اللاعبين ياسر إبراهيم فارس قدم بطولة يعني مختلفة تماما رجل من رجال المبارة انت طبعا بص اوسامة كل الناس للأمانة يعني امام عشور خلاص خرج طاقته برضو من الناس اللي حنقف عندها عمل ماتش عظيم اكيد مش مش ماتش بس انا شاف ان الراجل مظلوم جدا ومن الناس اللي هي يعني مش وغدة حقها واعتقد في كلام معلب عليها اللي هو بمعنى ايه اوسامة الراجل تجي تلاقيه بيقولك يعني امام عشور مش عجبنا الفترة دي امام عشور يا جماعة انا عايز اقول حاجة دي حقيقة بقى اللي عايز يدور وراه يدور امام عشور هو من افضل لو حقول تلات لعيبة في الاهلي من بداية المسم ده امام عشور هو يؤخذ عليه فكرة ان هو بيحسب ان انت الفترة اللي فاتت عندك شكل من اسكال التراجع فكان الراجل بيشيل الليلة اللي هو ايه يعني زي ما بتقال كده بالبلد ما علعفش اللي هو يلا انت عندك تراجع وعندك كذا فحط امام عشور مرة وش وحش مرة كذا وهذا الرجل رد يا اسامة رد في البطولة ورد في الملعب وتكلم يعني ايه وش وحش وتكلم يعني ايه الرجل ده انا بشوفها جماعة كهرباء وامام عشور وبقولها للمرة المليون هؤلاء اللعيبة بيستهدف الاهلي في صورتهم بتستهدف فكرة ان اللي حيخرج من قندية اخرى ما هو انا يا اسامة لما اجي سيب مكان وقول انا بدور على مكان ده وحيحس ان هو عايز يزبط بكل شكل من الاشكال ان لا انت خسرت لما سيب تاني وعلى فكرة ده شعور طبيعي احنا كنا لما رمضان خرج بنقول لا رمضان انت خسرت طبعا يعني حاجة مشرفة جدا استقبال بالورود من دولة الامارات العربية طبعا بنشكرهم على كريم الدبيس طبعا كريم الدبيس اللي لعيبة اللي لعيبة الستيتي كلهم راح تصوروا معنا اللي لعيبة الستيتي تصورت معنا نحطوا الامور في نصابها بعدين لكن طبعا لقطت يعني من وصول بعثة النادي الآلي والاستقبال بالورود وان شاء الله بإذن الله يعني نتوج في نهاية هذه الرحلة ببطولة جديدة تضاف لدولة بطولات النادي الآلي لكن استكمالا لكلام فارس عن قصة امام عشور وكهرباء وتحديدا الرسالة اللي كان الاعلام الرياضي او بعض الاعلام الرياضي والله مش بعض ولا حاجة معظم الاعلام الرياضي شغال عليها فكرة اي لعب ينتقل من نادي الزمالك للنادي الآلي يكون مستهدف ويبدأ السؤال هل حقق انجازات في النادي الآلي وكان مستوى في نادي الزمالك افضل برغم ان المفترض السؤال اللي يتسيل وتحديدا لو بنتكلم عن حالة امام عشور طبعا كابتن محمود الخطيب في الاستقبال بالورود لكن لو اتكلمنا يعني عن الاعلام والسؤال اللي مفترض يتسيل عن امام عشور يتقال السؤال تحديدا هل امام عشور اثر فنيا في نادي الزمالك الاجابة اه قبل ما تسأل هو ادى اضاف فنيا للنادي الاهلي ولا لا خاصة لما يكون السؤال موجه لعضو مجلس دارة في نادي الزمالك كل مرة بيتم تكرار السؤال امام عشور في الاهلي افضل ولا في الزمالك افضل لا يا عم قل له الاول امام عشور اثر فنيا في الزمالك هتلاقي الاجابة واضحة ايوة طب امام عشور اختار الاختيار الأمثل؟ الإجابة أكيد رد عليها إمام عشور في الملعب الرجل أول مرة في حياته بياخد مداليا برونزية أول مرة في حياته بيقرم في حاجة عالمية طبعا. يعني الفرق والنقلة مختلف يا جماعة. مودس التلات ده يلعبهم في مدال الأندية خاد برونزية ده النادي الأهلي. فبالتأكيد أي لعب هيختار وجهته النادي الأهلي تأكد وانت مغمط كده. اختار الاختيار الأمثل. الاختيار اللي هيضعك فيه على منصات التتويج الاختيار اللي هيحاول الخيال اللي انت مكنش قادر تعيش وتحققه على أرض الواقع هيحاوله واقع. ودي إمام عشور والورود واللقطات التسكرية وكوكا فارس ومفاجئة البطولة. طبعا. هي كوكا قدم بصراحة بطولة عظيمة جدا. يعني عارف ان انت من أشد المقتنعين بكوكا وانا أشاركا كذا الرأي. لكن بالنسبة لي كان مفاجئة وتحديدا في براتحات جدة. ومرسل القلر للأمانة. لعب بيه بشكل كويس جدا. كنا بنتكلم ونتخوف عن المرتدات على علي معلول. أفل المنطقة دي تماما. بصها أسامة أنا عندي حاجة كده في اللعيبة دايما ببص عليها. في اللعب الصغير الصغير سنة طبعا. أنا اللعيب اللي بيبقى طالع من تحت. وابدأ أحس أداءه الفني في الملعب أداء ناشئ. تأكد ان ده مش هتكمل مع النادي الآن. بالضبط. وتأكد ان على مدار سنوات كبيرة ممكن يلعب في النادي الآن وممكن يلعب سنين. وارد. بس مش هيبقى سايب البصمة اللي هي يقدر يسيبها لعب كبير. كوكا. من اللحظة الأولى. ده يا جماعة ثقة لعب في استلام. في جوكر في توظيفه. في أدوات يا جماعة كوكا بيلعب فريق أول 19 سنة. كوكا الناس ناسية لعب مباريات كبيرة. ده مع حجم إنجازات. يعني يحلم بيها لعيبة بقالها 20 سنة بتلعب فريق أول. فأنت بتتكلم عن اللعيبة. طبعا ياسر إبراهيم يا أسامة. ياسر إبراهيم يا جماعة مع احترامي لأي لاعب في الدفاع في مصر. هذا الرجل ترك بصمة أنا بقولك هؤ والأيام ما بيننا لن يكسرها مدافع في مدافع مصري. ثلاث أهداف في كاس العالم للأنديا. ورجل البرونزيات. ورجل البرونزيات. إنت شوفنا الجول جاء ياسر إبراهيم هناخد برونزية خلاص. وهذا الرجل هو عقدة الأندية الأسيوية. أنت قدام الهلال السعودي بطل أسيا هو يسجل الهدف الافتتاحي. هو قدام قروة يسجل الهدف الافتتاحي. وهدفين ببرونزيتين. لا هذا اللعب ياسر إبراهيم يا جماعة أنا بحب اللعب دل في حاجة. لا إنستجرام أنا والله ما أعرف ياسر إبراهيم عنده صفحة على السوشيال ولا لا. خالص. والله ما أعرف. هو لعب بتاع ملعب. بدأ الموسم ما كانش بلعب بشكل أساسي. ما كانش فضل حالته. لا ألب وشه. ولا بدأ يرمي كوتس على إنستجرام. ولا بدأ تحسوا إنه هو متنشن على الدكة. وكان إحنا بنستعرض هنا ناس تقولك إن هذا الرجل خارج حسابات المدير الفني. إعلام كان بقوله على ياسر إبراهيم خارج حسابات المدير الفني. وإنه هو قعد وقال له أنت مش جاي معايا وانت أنا شايف إن انت ترتيبك بعيد جدا. طب الرجل ده بيعمل إيه دلوقتي بيرد في الملعب. وأنا سامة بحب اللعيبة اللي بترد في الملعب لأن ده كتالوجي النادي الأهلي. وبقى لأ قوي من لعيبة اللي بترد بره الملعب. وحفظ المصمم على ده وفي قلب قناة النادي الأهلي بأكد. يا جماعة شوفوا نموذج ياسر إبراهيم. ده ياسر إبراهيم وعمر السلاء ولعيبة كتير جدا. ملهاش على السوشيال ميديا أي وسيلة تتواصل مع جماهير النادي الأهلي أو غير جماهير نادي قالي والحياة ياسر إبراهيم للأمانة. فجئنا في البطولة دي لما تقارن مستوى ياسر إبراهيم ما قبل البطولة. لا مختلف تماما. ياسر إبراهيم بالنسبة لي كان أفضل مدافع في هذه البطولة على كافة الفرق. على كافة المستويات. حياة ياسر إبراهيم. يعني ومحمد هاني للأمانة عملولنا كده رجعونا لمداليا البرونزية على حساب بطل أسيا. يعني في الهلال. مرش الهلال نفس القصة تسديدة. بترد ياسر إبراهيم. نهاردة ياسر إبراهيم نفس القصة بيسجل هدف. فبتطمن الحياة. وأيضا وانت بتتكلم عن محمد هاني. كل مرة بنقولها بعد أي منديال. يا هاني خليك منديالي. تعامل مع كل مباريات النادي الآلي. والحقيقة للأمانة يعني خلال المسلمين الماضيين هاني علامة مؤثرة جدا في مشوار النادي الآلي. ومقدم أداء مؤثر فنيا بالإجاب مع النادي الآلي. وقدم الحياة هو كل اللعبين. علي معلول وتسجيله لثلاث أهداف. أنا اعتبرت الهدف اللي هما ما اعتبرهوش لعلي معلول. أنا اعتبرته هدف لعلي معلول. هو هدف التالت في قروة. كل اللعبين قدموا أداء جيد. كل اللعبين يستحقوا الحقيقة أن احنا نشيد بيهم. لأن للأمانة يا فارس أصبحت البرونزية. مع هذا الجيل سهلة المنال. بالنسبة ل هذا الجيل صعبة ومستحيلة ربما على البعض. مستقبلا لم يعد هناك خلاص ببرونزية. سامة ده المستفز. صعبة ومستحيلة يا جماعة. ده هنا بقى بجد. بص على وضعك. بص انت فين من النادي الأهلي. وأنا بقول أي نادي مصري. ييس نفسه كم من عشرة من النادي الأهلي. فيه اللي حاخد صفر. فيه اللي حاخد واحد. أنا واحد على عشرة من النادي الأهلي. أنا اتنين على عشرة من النادي الأهلي. إنما محدش هعدي الخمسة من عشرة. لأن النادي الأهلي يا جماعة. بقول هو نادي يستحق إن احنا الاهلي يحافظ على هيبة الكرة المصرية وحيدا والحقيقة هي حقيقة ما فيهاش تطبع ما فيهاش تجميل ما فيهاش مكياج النادي الاهلي بقاله ربع قرن بيحمل لواء كرة القدم المصرية بين الاندية وحيدة شيل النادي الاهلي من معادلة ومصورة هتلاقي كرة القدم المصرية على مستوى الاندية تحولت لمجال للأضحوكة والسخرية والتنظر لفرق شمال افريقيا للفرق العربية انت هيبتك وقوتك الناعمة هو النادي الاهلي بما يحققه من انجازات اكيد عندنا كلام كتير جدا ولكن بعد الفاصل اوه وتروح في اي حاجة انا الاهلي اللصان العشرة دهب مش اشرة ولا بهتان ولسه في سنين كمان يا اهلي وان شاء الله زي ما كان فيه تشيرت موقع في اليابان وتشيرت موقع في دول الخليج في بطولة منديال الاندية يكون فيه تشيرت موقع ان شاء الله وليه لا في امريكا باذن الله لكن خلونا نتكلم خلونا نتكلم بوضوح عن البعض اللي بيحاول يروح لسكة يعني تعالى ننكد على جماهير النادي الاهلي او تعالى نعمل مشاهدات على حساب انتقاد النادي الاهلي او تعالى نقلل من انجازات النادي الاهلي حتى لو احنا هنقارنها بانجازات اخرى تحققت لاندية اخرى في محاولة للتقليل من إنجازات النادي الأهلي تعال نشكك تعال نتكلم وننتقد وننتهج نهج بعض الإعلاميين اللي خدوا سكة الشهرة من خلال انتقاد النادي الأهلي ونتبع نفس الطريق عن مشاركات النادي الأهلي في مونديال الأندية شفنا كلام كتير الفترة اللي فاتت وتحديدا بعد خسارة النادي الأهلي نصف النهائي سواء إعلام داخلي عارفينهم طبعا بالإسم أو حتى إعلام خارجي أو بعض الجماهير العربية وطبعا إعلامي إماراتي الحقيقة لم يتعلم الدرس من الأستاذ يعقوب السعدي اللي برغم أنه هو بينتمي للنادي الأهلي بيتحدث عن النادي الأهلي بكل رقية واحترام لم يقلل على الإطلاق من أي نادي مصري لا زمالك ولا غير زمالك ولكن الأستاذ عبدالله الكعبي الحقيقة لولا كلامه عن النادي الأهلي ما قلنا الحقيقة هنعرف أي أخبار عنه طلع وانتقد وتحدث عن النادي الأهلي وانتقاضات أرقام سلبية للنادي الأهلي والحقيقة الأرقام حقيقة لكن فيه أرقام أيضا حقيقة للنادي الأهلي الموضوعية بتحتم على أي إعلامي أنه يتناولها لما تيجي تتكلم عن مشاركات النادي الأهلي فلازم تقول أن النادي الأهلي وصل للمشاركات دي عن طريق تحقيق بطولة دوري أفطال أفراقيا تسع مرات لم يدخل مرة واحدة دولة منظمة أو بطل دوري دولة منظمة لما تيجي تتكلم عن مشاركات النادي الأهلي تقول أن النادي الأهلي في تسع مشاركات حقق أربع مدليات مرتين مركز رابع الأعلى في تحقيق الفوز بعد ريال مدريد الأعلى في تحقيق المدليات بعد ريال مدريد كل الأرقام دي كان لازم تتناولها كان لازم أفارس أن أنت أو أنت بتطرح أرقام سلبية لأي أعلامي احنا مش بنتكلم عن أعلامي واحد فقط لغير لأن الكلام ده انتشر عند إعلامين كتير تحديدا بعد الهزيمة أمام فلومينينسي في نصف النهائي وفكرة أن الأهلي لم ينجح في الوصول الموران نهائية فبدأ التشكيك في مشاركة للنادي الأهلي في مونديال أنداء كنت شايف أن لازم زي ما يذكر أرقام سلبية يكون هناك أيضا ذكر الأرقام الإجابية الكتير اللي عملها النادي الأهلي أنا معاك أسامة ولكن عايز أقول حاجة يمكن هنا جماعة إحنا ممكن نرد على السوشيال نتكلم إنما حتى فكرة عرض الفيديو أنت حسيت حتدي مكان الحد أكبر من قدره ولكن ده لا يمنع ضرورة الرد وضرورة أن احنا نشاور على بعض الأمور فكرة أن بعض الناس هنا دقبت داخل مصر في التقليل من نادي الأهلي ربما نتيجة المعاناة ربما نتيجة ظروف نفسية ربما نتيجة أن كل هدفك أنا مش عارف أنجح زي النادي الأهلي فحاول أشد النادي الأهلي التحت وإحنا هنا في الأهلي خط أحمر تحديدا بالرد على بعض الأمور اللي نشوف أنها تستحق الرد وبنتجاهل الجانب الأكبر يعني ولكن أنا لا أتخيل أن أنا آجي أطلع في قناة عربية وفي الإمارات الشقيقة اللي طبعا نحن دايما نرى حفاوة بالنادي الأهلي وتكريمات للنادي الأهلي كأفضل نادي في العالم وشوفنا كل أمور طيبة وعندنا في السوبر فإحنا هنا عايزين نفصل ولكن هذا الشخص هو سلوك شاز خارج النسق اللي احنا بنشوفه هو شخص يستمد معلوماته ومعطياته والكلام اللي بيقوله من صفحات تحت بير السلم إن انت تخرج تقلل من فريق مصري هو قوة الرياضة النعمة المصرية وبتفاخر إن انت بتستضيفه وإن احنا بنسعد إن احنا نكون موجودين عنده فأعتقد أنت محتاج تراجع نفسك خصوصا في بعض الجمل اللي تقالت اللي كان لا يجب أنها تقال وبعض المعلومات المغلوطة والمتسوسة واللي أنا لحد دلوقتي مش مستوعد هي اللي تقالت ولكن أنا أيضا جالي ردود عشان بس هنا يا جماعة بشأن يهتم بالجمهور والجمهور كله بيبعت لنا وبيكلمنا ومستاء من هذا الشخص ومن هذا التناول والله يا العظيم لسه جاي اللي رسالة من الإمارات الشقيقة من صديق إماراتي وصديق مشترك حتلاقي بعتها لك برد انت تعرفه جيدا قال لي والله يا أخي هذا شخص ما يشاهده غير إخوانه وزوجه وأبنائه يعني فقط قال لي يعني ما تدهوش إيمة أكتر من لازم ولكن انت وسما أكدت على حاجة مهمة جدا احنا هنا مش هنرد على شخص لأنه فعلا هو ليس له أي قيمة لدين وعارفين أجندته وعارفين توجهاته وعارفين ميوله ومش عايزين نديه أكبر من حجم ولكن احنا هنرد في معلومات بالظلط لازم يا جماعة اللي بيتكلم يكون عنده قدر ولو أليل جدا من الفهم عشان يحترم الناس ويحترم عقلية المشاهد النادي الآلي يا جماعة في كاس العام للأندية 9 مشاركات 25 مباراة 10 فوز 31 هدف ولكن النادي الآلي هو من أكثر أندات العالم حصولا على الميداليات أسامة 5 ميداليات ليلة المدريد يأتي في المركز الثاني النادي الآلي بأربع ميداليات وبرشلونة أربع ميداليات كذلك يا فارس اللعبين والأرقاب الفردية مع اللعبين أو الأرقام الفردية مع اللعبين يمكن حسين الشيحات 15 مباراة ربما يعني مشاركة بين العين الإماراتي والنادي الآلي لكن عندنا محمد هاني وطاهر عاملين 13 مباراة وعلي معلول 12 مباراة غير اليو ديانجو شريحة كبيرة جدا من اللاعبين وصلين ل11 مباراة يمكن أول عشر لعيبة في مشاركة في مونديال الآن دا تقريبا 90% أو 80% منهم أهلوية يعني بيدخل كريم بن زيمة بيدخل إمليانو وبعد كده تلاقي أبو تريكا والجمع صمعشور ولعيبة النادي الآلي من الجيل الحالي طيش القصة المتعلقة بفكرة الخسارة وأكبر عدد من الخسارة هل دا يقلل من النادي الآلي قصة باختصار شديد أنا شاركت كتير فبالتأكيد هيكون عندي أرقام سلبية كتير أكتر من أي نادي آخر لم يشارك هل أنا أقدر أقول دلوقتي على أي نادي على أي نادي النادي الذي لم يتعرض إلى هزيمة واحدة في مونديال الأندية دا أي نادي لم يشارك في مونديال الأندية تقدر تحط كده رقم قياسي النادي كذا لم يتعرض لأي هزيمة في مونديال الأندية لكن أنا شاركت أكبر عدد مباريات لعبت أكبر عدد مباريات فبالتالي هستقبل أهداف بالتالي أن أنا هستقبل عدد خسار بالتأكيد لأنه تلعب في لفل مستوى عالي جدا ولكن لما تيجي تتحدث عن أهداف استقبلتها مش هتقدر تذكر مثلا لو أنت موضوعي أن النادي علي أقصر نادي أيضا حافظ على الكلين شيت على نظافة شباكو سبع مباريات في البطولة ده مش هيتذكر النادي علي تاني فريق سجل في البطولة بعد ريال مدريد ده مش هيتذكر فإحنا أنا بنقولك خليك موضوعي اذكر ده وذكر ده وده لا يقلم نادي علي على إطلاق ليه؟ لأن احنا رحنا للبطولات الكبرى خلينا أقول يعني أنسب يعني القصة لدانيال كان ضيف لكابتن شوبير والحقيقة تكلم عن بطولة كاس العالم إحنا أنا لأ هنتكلم عن كاس العالم هنتكلم عن أم أوروبا هنتكلم عن أمم أفريقيا ودي ثلاث بطولات كبرى يا جماعة وإنت مخيلتك كده لما أقولك مين أكتر فريق تعرض لهزيمة فتبدأ تتفكر هتدور على مين هتروح لمين هتتفاجئ أن المنتخبات اللي أسميها موجودة هي المنتخبات الأعرق في كاس العالم في أمم أوروبا فأفريقيا فتعالنا استعرض عشان الناس اللي بتحاول أنها يعني تقلل من فرح الجامل لا لنوا معلش خليكم موضعيين وأعرفوا أن فيه ردود بتتقل بتخلي شكلكم مش أفضل حالة وبتخليكم وصلين لمرحلة أن احنا بننتقد النادي الأهلي من أجل نسبة المشاهدة حاجة كده يعني صعبة جدا نستعرض يعني صور المنتخبات الأكثر تعرضا للهزيمة في إيه؟ في كاس العالم دي أعلى بطولة طبعا هتلاقي المنتخب الأول المكسيك 28 مباراة الأرجنتين بطلت المسابقة مرادونا وميسي وكل اللي أنت عايز تشوفه 24 مباراة ألمانيا الرقم القياسي 23 مباراة قصارة سربيا 22 رجوي معها بطلتين من كاس العالم 21 كوريا الجنوبية 21 فتخيل كده حد يجي يتكلم مثلا أو إحنا بقى نيجي نتكلم نقول إيه؟ إيه ألمانيا دي يا فارس؟ ده فريق تالت فريق خسران في كاس العالم إيه أرجنتين وإيه ميسي؟ وإيه مرادونا؟ ده منتخب تاني منتخب خسران في كاس العالم هل ده ممكن أنه يقال فيقلل من حجم إنجازات المنتخبات دي في بطولة كاس العالم؟ أعتقد يعني بما لا يدع مجال الشك أي حد ممكن يسفه من ألمانيا أو الأرجنتين هو بالتأكيد مش قادر يصل إلى حجم إنجازاته مفاقس طبعا بص يا أسيمة يعني طبعا عندنا كمان في الأمم الأوروبية أرقام أخرى بنفس المنطق بس في استقبال أهداف كمان أهداف في كاس العالم وده مهم جدا استقبال أهداف في كاس العالم ألمانيا يا جماعة بكل عرقتها وتاريخها في كاس العالم يعني أنت عندك كاس العالم ألمانيا والبرازيل يعني دول في حتة التاريخ وفي حتة القصة حاجة مختلفة 130 هدف اللي حيجي يجيب لك ده يقول لك يا عم ده على رأي كده كابتن متحق فقوسة ألمانيا دي بتروح تتعبى قال لك لين الفرع أتعبت أربعة خمسة قلت يلا فينا فتعتقد أن الرقم ده كارسي ألمانيا ده يعني تعتقد أنه أسوأ فريق في منديالات كاس العالم ولكن تكتشف أن ألمانيا لها تاريخ كبير جدا طبعا في كاس العالم والتاني البرازيل أنت متخيل 108 المكسيك 101 والتاني البرازيل طبعا وعندك أيضا في الأمم الأوروبية أكثر المنتخبات تعرضها لهزيمة الدنمرك 17 روسيا 16 لتشيخ 15 وألمانيا 13 وألمانيا أكثر استقبالا للأهداف وأعتقد كمان فيه أرقام تخص أفريقيا ده طبعا أمم أفريقيا يعني ممكن شوفها تستعرض الأمم أوروبية الأول نستعرض لو أمم أوروبية استعرضتها أو عايزة تستعرض أمم أفريقيا أفريقيا بلندخل على أفريقيا على طول نروح لطبعا دنمرك روسيا التشيخ ألمانيا تمام دي برضو أكثر المنتخبات تعرض للنزيمة وأتلاقي ألمانيا موجودة في أربع منتخبات في كرة أوروبا يعني ولو استقبلنا الأهداف برضو تلاقي الاستقبال الأهداف أيضا ألمانيا هي اللي بتستعب الأهداف يتخيل في كأس العالم ألمانيا أكثر فريق استعب الأهداف وفي أمم أوروبا ألمانيا أكثر فريق استعب الأهداف طب دي روح بقى ليه قررتنا قررت أفريقيا وطبعا يعني المنتخب المصري الرقم القياسي في أمم أفريقيا سبع مرات فهتلاقي الكونجو الديمقراطية مثلا الأكثر تعرضا لهزيمة 29 مباراة غانا تشترك مع كوتيب وار في المركز التاني بـ 28 مباراة مصر صاحبة الرقم القياسي في تحقيق لقب أمم أفريقيا 27 مرة فتخالف منتخب يجي يكلمنا إحنا كمصر كده أقول لك إيه أنت أكتر تالت فريق تهزم الجزائر طبعا 27 وتونس 26 شايفين اسم المنتخبات يا جماعة اللي بتعرض لهزيمة في أمم أفريقيا تلعب كتير تكسب كتير تخسر كتير ده حاجة كده يعني بديهية ما تلعبش خالص تطلع تتكلم على الأهلي بص عايز أقف عند رقم لأن إحنا عدناه طبعا هنا الأكثر استقبال للأهداف كوتيب وار طبعا 103 هتلاقي المنتخبات السورة اللي ملعج تاريخ مش موجودة لأن أنا قصة ما لعبتش أنا قصة ناعد على الكنبة بتفرج فمش حاجة في الأرقام دي ولكن أستأذنكو يعني عايز أوضح حاجة بقى بص يا جماعة يعني مش عايز أصعب الموضوع شوية ولكن القصة الرقم ده حاجة خطيرة جدا أنت عايز تطلع من رقمي وفي حاجة في المنطق ده اسمها ربط ما ليس علا بعلا يعني إيه ربط ما ليس علا بعلا ببساطة يعني أنت ممكن تجيب حاجة عايز تطلع علتها إيه عايز توصل بيال إيه يعني أنك تقول النادي الأهلي مثلا الأكثر استقبالا للأهداف ده حقيقة مجردة ولكن ربط ما ليس بعلا إيه اللي هو الأهلي فريق ضعيف الأهلي فريق سيء لأنك مش هتقول الجانب الآخر من المنطق اللي هو إيه اللي هو أن النادي الأهلي الأكثر نظافة للشباك في تاريخ البطول سبع مباريات فأنت شايف الرقم ممكن تلعب به إزاي رقم استقبال للأهداف ممكن تطلع منه أن النادي الأهلي أكثر استقبال للأهداف فضعيف ونفس فكرة استقبال الأهداف تطلع النادي الأهلي أكثر فريق في البطولة عمل كلين شيت سبع مباريات يبقى أنا لعبت بك بالرقم فالمهنية تقتدي إن أنا لما استعرض استعرض الحاجتين والفرق الأسيوية لو أنت عايز تقيم النادي القهلي كقدرات حتى في مواجهة الفرق الأسيوية أنت واخد برونزيتين بشكل مباشر مع أبطال أسيا على حساب بطل أسيا سواء للهلال بربعية والاتنين بربعية وقروة بربعية طب مواجهات أبطال أسيا أو فرق أسيوية الاتحاد بسلسية وعندك الدحيل بكل الانفاق اللي كان حاصل هيا دي الدحيل كسبت الهلال خدت برونزية على حساب والاتحاد هنا الدحيل برضو كان فريق مستضيف بالضبط الاتحاد بسلسية الأهل بربعية على حساب قروة فده يخليك وانت بتتكلمه سامة لو انت شخص موضوعي وعايز تهاجم النادي الأهلي تيجي تشوف هو النادي الأهلي أصلا بشكل مجرد قوي ولا مش قوي بعض الأمور برضو اللي بيحصل فيها مغلطة وعايزك تركز معي الأندية السعودية تتحدث عن أننا كهلال حياة الفضية وانت كهلال يا جماعة هي الأمور لا تقص بكده الأندية السعودية الهلال عنده 3 شركات في كاس العالم قصد مشاركتين النصر عنده مشاركة والاتحاد عنده مشاركتين طيب الأندية السعودية ما قبل حتى المونديال ده عندها 5 مشاركات حقاية كم ميداليا كانت ميداليا واحدة للهلال النسبة من 5 مشاركات كانت 20% طيب النادي الأهلي يا جماعة عنده 9 مشاركات بأربع برونزيات عارف نسبة تحقيق النادي الأهلي الميداليات كان أربعة واربعين في المية يا جماعة ده منطق ده اسمولوجيك أنا إجمالي مشاركاتي إيه حققت مقارنة بيها نجاحات أو ميداليات بنسبة كم في المية للمشاركات إنما إن أنا أجي الرقم أخذ وغالط به أعتقد قصة صعبة جدا لا والقصة كمان هي فكرة إن أنا ممكن أفارس أجي في بطولة بطولة يقودني الحظ إن أنا أصل المقرنة هائية فأجي بعد كده فريق بيشارك وبيحافظ ست سنوات على الوجود في نصف النهائي حد أقل منه يعني أنا ممكن يخذني الظروف أنا لو كان فيه توفيق حليفي أمام في المنينسي البرازيلي أو راكل الجزاء قاربت حسبت مكان ممكن الصورة تختلف وتضغير بالزبط براكلات ترجيع يعني مش حاجة يعني فنية فريق فيلمينجو تكلم بشكل واضح عن قصة الاتعرض لأخطاءات حكمية ولكن هنا بما أننا ذكرنا الهلال وبنحترم كل الفرق ولكن الحقيقة البعض خرج يقلل من نادي الأهلي ويحط احتمالات عارف أنت الاحتمالات السهلة البسيطة دي لو ده لو الهلال موجود كان عمل ده لو الهلال موجود كان خد البطولة والغريب أن يكون هذا الشخص محلل أداء مصري وهو تامير بدوي تامير بدوي أنا ما عنديش مشكلة على الإطلاق مع أي حد يطلع يقول لو يحط احتمالات كتير لو الهلال واجه الهلال الأهلي الهلال هيكسب عادي احلم وحط له ولعب لغريتمات زي ما أنت عاوز لكن على أرض الواقع لما بيحصل نبدأ نقول إيه أصل اترد مننا لعب أصل اترد مننا لعبين وأنا بادئ المباراة مباراة الأهلي والهلال متقدم بهدف والفريق كامل حقيقة يعني لكن قول لو زي ما أنت عايز وعلى فكرة مش جي أقول مواجهة النادي الأهلي يفوز فيها على الهلال لكن إنك تطلع تتكلم بشكل فيه سخرية من النادي الأهلي ويتقال انت بتهزر ده لو لا يا باشر نحن نحن مركز شابه لا 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 خالص ده أنت بنفسك وانت قعد قبل مباراة الأهلي والتحاجت ده وبتحلل بتقول لو على الورق اتكلمنا عن أمور فنية ومكرنا بنلاعب ولاعب هنقول فقط لغير مستوى حرص المرمى في النادي الأهلي هو اللي يفوز اللي أنت شفته على أرض الملعب إيه إن الأهلي هو اللي فاز فما ينفعش ييجي حتى لو أنت عايز تقول وجهة نظر قول أنا وجهة نظري لو اللي لاعي الواجهة الأهلي ممكن يفوز احتمالات الأهلي اللي لاعي الأكبر قول زي ما أنت لكن كالعادة تقليل من قيمة الشناوي قبل كده في مواجهة بايران مونيك ويتقال ده نوير لو لاعب بييد واحدة هيبقى بكل حراس مرمى الدوري كلهم محمد الشناوي حارس المرمى السنة اللي فاتت أفضل لاعب لاعب داخل إصدار السنة دي محمد الشناوي ده من الثلاث حراس مرمى الأفضل في كارة أفريقيا ياسين بونو وقنانا منشستر يونيتد فما ينفعش تكوني الكلام بالشكل ده زي بالزبط فكرة أنت هتهزر طب تعال نكلمك الهلال اللي واجه النادي الأهلي تلقى ربعية طب أروى اللي واجه الهلال وفازع الهلال وخد البطولة تلقى أيضا ربعية ففكرة لو ده زي ما قال فرس كده هي من عمل الشيطان لكن الحقيقة هي مجرد تقليل من حجم وإنجازات النادي الأهلي والحقيقة النادي الأهلي قادر يرد وأنا عارف أن ربما يكون النادي الأهلي عمل أزمة حقيقة بالفوز على اتحاد جدة السعودي بسلسية بعد الفوز على الهلال بربعية لكن رسالة التامر بدوي لما تتكلم عن النادي الأهلي ابعد عن كل ما هو بقى موضوعي ومنطقي لأن النادي الأهلي قادر أنه هو يحطم كل ما هو موضوعي وكل ما هو منطقي وبالتالي الكلام في حضرة النادي الأهلي يا فارس لابد أن يكون متهزف طبعا هو مع احترامي تامر بدوي أو غيره لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي لازم تدي ليه قدره تعامله بالاحترام اللازم وأنا شفت حتى سما للأسف يا جماعة حتى يعني إحنا ممكن هنا نتكلم في ملاعب نختلف كان حتى فيه تقليل من أنت أنت بتحلل في قناة عربية لها كل الاحترام إيه لازم تستدعاء مصر في الموضوع وصل إحنا عندنا في مصر يما حصلوا الملاعب كذا والدنيا بتتطفى ومحدش هيحتفل ليه 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 في قناة عربية خارج مصر تبدأ تقلل من بلدك وتبدأ تقلل بالشكل ده وأنا عندي برضو حاجة يعني هي غير منطقية بالمرة أنا لما أجي أقول إنه حظوظ النادي الأله في مواجهة الهلال السعودي 10% لا خليها 20% وأنا يقول حظوظ الهلال قصد مانشستر سيتي ممكن تصل لـ 40% طيب لو إنت بتتكلم على البناء الفني حضراتك الهلال السعودي قيمته الصوقية ما يقرب من 250 مليون يورو إنت بتتكلم في مانشستر سيتي قيمته مليار 290 مليون يورو فمنين هنا 40 ومنين here 20% مقابل 80% فحتى الكلام لهوا والله يا فارس حتى لو هو أمور فنية هو هنا مش فني لكن هو فكرة السخرية والطريقة اللي أقدم بيها وجهة نظره أعتقد لازم يراجع نفسه بالتأكيد طيب أعتقد يعني كانت الأمور واضحة ويمكن كان لازم نرد على أمور كتير جدا حتى وإحنا بنحتفل لأن جزء منها أنت بتدي لأهلي قدره وعندنا كلام كتير ولكن بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم وليلة استثنائية من ليالي الأهلي خط أحمر ليلة منديالية والحقيقة زي ما اتكلمنا وانتقضنا البعض اللي حاول يشوي إنجاز النادي الأهلي لأسباب متعلقة بيه عندنا برضو ناس قدت النادي الأهلي قدره الحقيقة ناس موضعية جدا وأعتقد أعتقد يدفع فلوس كتير جدا عندها تدفع فلوس كتير جدا 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 عشان تصل للمرحلة اللي وصل لها النادي الأهلي من العالمية والحقيقة ده بيقضنا الفكرة أنت لما تيجي تقرن نفسك بالنادي الأهلي كبراند الأمر صعب جدا جدا منشستر سيتي بطل كأس العالم الأندية بعد فوز النادي الأهلي بالمدالية البرونزية على حسابه الرسمي بيهنئ النادي الأهلي منشستر سيتي الفريق الكبير طبعا له متابعين كسر في كل العالم الحقيقة والنادي الأهلي بعد فوز منشستر سيتي بيبادل التهناء الأمر ده حصل مع باير مينيخ حصل مع كل الأندية القبرى في العالم. ده طبعا حساب منشستر سيتي تهنينة للنادي الاهلي بعد حصله على برونزية كأس العالم للاندية. يعني الكبار يا جماعة بيتبادلوا كده التهاني مع بعض. يعني حاجة كده عادية بالنسبة لنا. وشوفنا طبعا الفيديوهات المشتركة ما بين لعاب الستي ولعاب الاهلي. والله جماعة في ناس يعني الواحد بيحس ان هم مش عايشين. بصراحة يعني. تهنية الاهلي كانت ردا على الستي وقال له تهنينا نلادي منشستر سيتي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للاندية. يعني تهنية عندك تهنية عندي. اعتقد حاجة تفخر بيها. كبار مع بعض. وتخليك يعني تبص للكلام اللي كان بيتقال من شوية. البعض بيحاول يقلل من صورة الاهلي. والمحزن انك تلاقي الانصاف يا اسامة من ناس هما مش من مصر. مش من منظومة الكرة المصرية. وتلاقي الإساءات والتقليل من الناس هنا جوه مصر. بتاكيد يا فارس. لكن برضا حابين يعني نعرض تهنية الكاف. لان الحقيقة لقطة متسبي بالنسبة لي في فرحة الهدف الرابع للنادي الاهلي. عارف الرسالة اللي متسبي عايزه هو ده النادي اللي بيشرفنا في افريقيا الحقيقة. كانت لقطة تلقائية جدا. وده طبعا اتناها فارس من الاتحاد الافريقي. وبالتاكيد ايضا الاتحاد المصري. هنأ النادي الاهلي. والمفترض يعني والله الاتحاد المصري ده يعني يعمل تمثال كده جواه عليه نسر النادي جواه الاتحاد. عليه نسر النادي الاهلي. لان الحقيقة النادي الاهلي مش بس عمود خيمة الكرة المصرية. لا الحقيقة هو النادي الاهلي. هو وجه الانجازات لكرة القدم المصرية. لكن تعال بقى نروح للناس الموضوعية. الناس الموضوعية اللي عارفة قدر وقيمة النادي الاهلي. الناس الموضوعية اللي تقدر تتكلم عن النادي الاهلي وتمنحوا حقه على رأسهم طبعا هنبدأ ببيب جورديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طبعا يعني أحد أبرز العلامات في التدريب اللي هو مدرسته وفلسفته الخاصة حتى لو بيستعيد بعض المدارس والفلسفة التي كانت قديما في كرة القدم ولكن في النهاية مدرب له ثقل في العالم في مجال كرة القدم شوفوه بيتكلم عن النادي الأهلي إزاي عشان تعرفوا اللي بنستعرضهم من من يقللوا من النادي الأهلي بعيد أوي 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 عن فكرة المنطق أو حتى الوعي للرياضة المصرية أو حتى العالمية نشوف بيب جورديولا ونرجع معاق 过فل موجودة متأكد رأينا لن أحدثت على القدم لأنتظر ان كانت أجيبكي وأنا لم أجرد أن أحد يتحدث عن النادي الأهلي في أي انياء كيف ضرب كيف تكون متأكد أحياء في كاربت المساعدة ويشعر أنهم يتم تشمعون هنا بمثالثة لقد رأيت التعليم من المسارة العربية ومعاة العظم من بعضها كانت مرحباً يعني بص هي ممكن يكون تقريباً 25 سنة بس جواها كلام كتير اوه 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 ممكن يتقال كلام كتير لو هتبدأ عن الشعباء اللي يعني خضنا فيها حلقات وحلقات هو بيقولك لم أجد في مصر حد يعني ما فيش حد ما تكلمش عن نادي الأهلي معايا ما فيش حد ما تكلمش عن قوة النادي الأهلي معايا بالتالي كان فوز النادي الأهلي على الفريق العربي ودي لازم نقف عندها بشكل واضح جدا هذا الفريق العربي لازم نكني ليه كل تقدير واحترام بالتأكيد فريق التحق جدا بيحمل محترفين كان لهم صوالات وجولات في أوروبا منهم كريم بن زيمة الحائز على البالوندور يعني أنتم متخيلين وفابيني وكانتي ولعيب أكبار حتى في البريمير ليج لما جاء اتكلم بيب جورديولا قالك النادي الأهلي وبيفوز على الفريق العربي ده له وزنه ده اسم له ثقل عند كل متابعة قرة القدم في العالم وبالتالي النادي الأهلي بيذكر باسمه مع بيب جورديولا وبيتحدث أن فوزه لم يكن مفاجأة وأن كمان وجوده في مصر أشعره قد إيه أن جماهير مصر كلها أهلوية مدعمين بشكل واضح عشان كده فكرة أن البعض يجي يتحدث عن فكرة شعبية ونعمل استفتاء ده كلام بالنسبة لي عبسي كلام بالنسبة لي فكرة بقى وكالة الأهرام أو وكالة مش عارف إيه كلام كله بتقضي عليه كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي في مشواره المنديالي وبعض الموضوعين فارس وأي موضوعي هيجي يتكلم وتيجي تقوله أصل إحنا عندنا بعض الأندية بيحاولوا يتساوي مع النادي الأهلي والحقيقة والحقيقة واللي احنا متفكين عليا بالتأكيد أن وضع اسمهم مع النادي الأهلي بيعلم من البراند معهم أي نادي في أفريقيا وجوده مع النادي الأهلي بجملة بيعلم من اسم البراند التالي خلينا نكون مباشرين إعلاميا يعني آخر 20 سنة أفضل حاجة أو أفضل مكتسب اكتسبوا الأندية الموجودة في مصر هي وضعها في كلمة منافس مع النادي الأهلي والكلام يا جماعا وكالة الأهرام والرعاية هو ده أصلا اللي جاب للأندية دي رعاية فكرة النواة بينوشك أنا لما باجي أتكلم على حد باتكلم على حد في حتة تانية خالص أنا ممكن نادي كل 10 سنين بياخد له مرة دوري وممكن نقعد بالـ 25 سنة ربع وقارن ما أخدش بطولة الأكبر في أفريقيا معرفش كاسي العام لأنديه ولا الفرق فيه غير في البلايستيشن لو حبيت أعمل دورة ممكن ألعب مع السيتي مع بيرنميونيك في البلايستيشن عشان أنا الراجل ده حلمي وتخالت حط أجاعد بقى أقول لك رعايتك ليه أكبر مني المفروض ده أنا وانت أنا بقى رعاية مع بعض هو أنت ليه يا ابني تاخد في البس أكتر مني المفروض ده أنا وانت ناخد فالعمل أصلا للناس دي رعاية وبسه الكلام ده النواة بتحط في جملة فيها مقارنة معاك تخيل لما تيجي تلاقي في لبي ميلو المدافع جماعة اللي لعب في اليوفي ولعب في الإنتر ولعب في بلميرس رجل يعني مدافع من المدافعين الكبار ودولة منتخب البرازيل فلما يجي يتكلم عن النادي الأهلي وقول عظمة النادي الأهلي وهذا الفريق هو ريال مدريد أفريقيا اسأله كدرا عن اسم أجي فريق تاني في مصر اسأله عن اسم أجي فريق تاني في أفريقيا لما تيجي تلقي اللي انت بقى قسامة كنت بتتكلم فيه جوريديولا بب بيتكلم ويقول اياه عن النادي الأهلي وعشان كدرا جماعة معه المشكلة أن جوريديولا دكريقا بيتفاركش أعتامر بدوي جورديولا هذا المدرب العالمة الفريقة في تاريخ كرة القدم ما قالوش الأهلي انت بتحذر ايه ده لقيلة الأدب دي يا صعب يا جماعة تعالى شوف الناس بتتكلم عن نادي الأهلي ازاي وانا بشوف ان احنا مشكلتنا الأكبر ان احنا منافسنا مش قادرين يدركوا ولو هم مش قادرين يدركوا دي قصة تانية انما المسئولين في الرياضة المصرية والمسئولين في الإعلام الرياضي لازم يدركوا ان الاهلي هو ما تبقى من هيبة للرياضة المصرية على مستقل الانداء يجب ان هو لا يتعرض لما يتعرض لي ولكن الاشيادة ايضا لما تيجي على لسان شوف الناس يا اخي بتشوفك بعيون عاملة ازاي نشوف التونسي خالد حسني كان بيقول ايه على النادي الأهلي وكلر مجال أهلي اللي يعرف قيمة الأهلي ويعرف التحدي ويعرف الشوء المطلوب منه ويعرف برشة حواش ده كوما يحكموا على العمل على تطور الفريق معاه هل تطوره أم لم يتطور حتى في معناه أوقات الصعبة اللي يعرفها الأهلي عمناول رباح الشامبيونز ديك احنا نتكلموا على الأهلي الأهلي خوية بتجي انتها قداش 2021 برشة برشة فلوس كابتر برشة أربعمية وخمسين مليار تصوفية تونسية أميم تونسية أربعمية وخمسين مليار تونسية بجيت على النادي الأهلي ألف 2021 وعشرين علاش اللي رسيت يزو عونجمونتي يخولوا معناها المداخيل كبير عندهم تروى كومبوزانت ما معناه عندهم تاتة شركات شركة كورت قدمتها الأهلي وشركة الأهلي للبنية التحتية وشركة الأهلي للسياحة والسيرفيس ونعشوها دي كان عندها شركة كبيرة دونك كي أنت الأهلي مشي عم نصطاد وحده الأهلي عنده تليفزيون الأهلي الأهلي أهلي ما ناسفيني معناه لك ترى أكلم خليني نقوله عنده حجم عالمي حبينا وكرانا معناه واحد يتكلم الحق والهيكلة مختلفة النظام مختلف في مصر كابتن ياسم الرجل لا يعرفني ولا يعرفك بس يعرف النادي الأهلي يعرف قيمة النادي الأهلي دي العين والنفسية الخارية من الأغراض والحقد والغل والكراهية هذا رجل يا جماعة أنا آسف في بعض الأهلوية دلوقتي بقى تحس إنه هم خايفين يدوا الأهلي حق أو عيب إن انت أو الناس هتقولك بص انت بتشيط بالأهلي فعيفة لا الاتزام في التعامل مع النادي الأهلي وأنا عشان كده بقول من أول مجلس الإدارة تلب برونزية أنت عندك في تراغك كل أربع برونزيات خدت ثلاثة منهم مع المجلس ده في آخر أربع مشاركات ده حق طب الراجل بيتكلم في إيه ما احنا بعرضه يعني يجي أحيانا إيه نتكلم ونقول أصل إحنا النادي الأهلي والفروع يا جماعة ما نحط كل حاجة في سياقها هو لو في حاجة أنت بقى بتتكلم في حاجة عايز لعبين أفضل صفقات أفضل اتكلم في كل ده زي ما انت عايز والله إطلاقا ما بقولكش نتكلمش في ده أنت كمشجح حقك تتكلم في اللي أنت عايز ولكن ما الجيش تقلل من جهد معمول الراجل بيتكلم يا أسامة في أن البنية التحتية للنادي الأهلي مين نادي إفريقي نعرفه عنده هذه البنية التحتية والعدد ده من الفروع وقناة وكل شيء بتعمل فيه متطور هو ليه يا جماعة احنا طول الوقت لازم نشوف نفسنا قليلين لازم نبص لنص الكبال فاضية بس يا سيدي بقولك قول السلبيات ما بقولكش ما تقولش بس كمان ما تشوف الأهلي بالعين اللي الناس بره شايفها بيها بهذا النجاح عشان ما نوصلش ناس يا أسامة بتقلل من نادي الأهلي وأنا بقول والله العظيم يا أسامة بيحتموا بقناعتهم إن بعض الأهلوية هيبقى الكلام على هواهم ودي الخطورة الكبيرة جدا هم بيستغلوا غضب جماهير النادي الأهلي وبيركبوا على غضب جماهير النادي الأهلي ودايما وأبدا بقول من حق جماهير النادي الأهلي آه بس بس الجماهير بس في المعادلة دي هي اللي تنتقد هي اللي تقول كلام موضوعي هي اللي تقول كلام غير موضوعي هي اللي يكون نقضها بناء هي اللي يكون نقضها غير ذلك لأن الحقيقة جماهير النادي الأهلي هي بتنتقد وبتغضب بشخصية العاشق المحب للكيان هم عايزين النادي الأهلي يكون أفضل حاجة حتى لو الكلام كان غير منطقي هم عايزين النادي الأهلي يكون أفضل فريق في العالم حتى لو الإمكانيات المادية والإمكانيات على مستوى الكوادر الفنية يعني ما تدخلكش المنافسة دي لا أنا عايز ده أنا جمهير النادل أهلي راح اتقالت حلم منديال الأندية اتكلمت عن حلم منديال الأندية مش فكرة النهائي زي ما البعض كان متخيل لا ده أنا عايز لما أوصل للنهائي مش أوصل عشان أخد فضية ده أنا عايز أوصل عشان أخد كاس العالم دي أفكار جمهير النادل أهلي وبالتالي غضبهم بالنسبة لي حتى لو كان مبالغ فيه ده غضب محب غضب مشروع لكن البعض بقى بيركب القصة دي وبيركب حالة الغضب دي وبيبدأ ينفذ أجندته الخاصة في الآلة الإعلامية في الإعلام الرياضي المصري الحقيقة يعني حالة صعبة جدا رصدنا كتير جدا سواء من قنوات وبرامج وشخصيات لا تصلح للظهور على الشاشة وأيضا الفترة الأخيرة بعض المواقع اللي بتبدأ يعني تشوف نتيجة لفريق مصري آخر وتبدأ تقول لك أصل خد وفك عقدة نادل آلي فتصطدم على طول بنتيجة مصرية مختلفة تماما وده الإعلام الرياضي لا وفيها أهلوية ما أنا بقولك الأهلوية بيبقى يعني شعورهم بالغضب ما هم بيركبهم لا لا بقولك وفيها أهلوية فيها أهلوية ده موضوع بقى بصفة فكرة أصل أنا أهلاوي دي يعني بسبب تقييم الجماهير لأن الحقيقة كلمة أصلحنا أهلوية وبنقول الحق لا وده مش حق الحقيقة ده مش حق خالص ده محاولة استفزاز لمشاعر جماهير النادي الآلي من أجل الترويج ومن أجل المشاهدات ومن أجل الزيارات ومن أجل حاجات كتيرة جدا لكن العقل والمنطق مختلف تماما ولا يمكن بأي شكل من أشكال أو حد عاقل في الرياضة الأفريقية يقارن أي نادي مهما كان اسمه وحجمه ما احترامنا لكل أندية بزعيم القرى الأفريقية النادي الآلي فارس كان بقول أنت كم من عشرة أنا بقول لك أقصى نادي في أفريقيا ياخد خمسة من حد عشر مش من عشر مش معنى من حد عشر لأن احنا حد عشر بطولة أفريقية ياخد خمسة من حد عشر أقصى نادي لأن بعد كده المعايير لو محلية لا الموضوع مختلف تماما 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 ولكن بنقول تاني غضب جماهير النادي الآلي مشروه بس بنلعلك وانت بتغضب خد بالك من الناس اللي بتاخد موجد غضبك دي عشان تهز استقرار النادي الآلي وما تسمعش للناس دي أو اسمع بس وانت واعي كويس قوي هدفهم إيه لأن أنا ما قدرش سيطر عليك ولا حكم عليك ولا ليه أصلا رأي إن أنا أقوله أو أجبرك على أي حاجة تعملها لكن بقولك بس فقط لغير لما تسمع خليك واعي وشوف هدف الناس دي على مدار وجودها على الشاشات وعلى مدار تواجدها في المنصات الإعلامية هدفها كان إيه وواضح إزاي ولا يغرك واخد بالك بقى من النقطة دي ما يغرجش وقت الإنجاز التطبيل للنادي الآلي بقولها لك بمنطقة الوضوح أصل النادي الآلي في وقت الإنجاز بيجبر الجميع على الصمت أو إن الجميع يركب موجة الفرح لكن الناس دي تستنى لك الإخفاق ولو تعادل في الدوري وتبدأ تشوف نغمه مغيرة ما هو مش هيقدر وانت بطل أفريقيا يطلع ينتقدك مش هيقدر وانت لسه واخد برونزية يطلع يتكلمك وينتقدك لأ هيستنى بعدها تعادل أي إخفاق وتبدأ تبنى وياها فعشان كده ما تتخدعوش وقت إنجازات النادي الآلي وتعالى اسمع بما إننا تكلمنا عن القنوات العربية على مدار الحلقة تعالى اسمع الصديق قحبيش التونسي وبيتكلم عن النادي الآلي بعد مبارات نصف النهائي ونرجع نعق معناها البارح الأهلي تربح ثنين بلايش ثلاثة واحد فاسي على الأخر أغزر ليك الجيم متاع الأهلي وأغزر ليك الجيم متاع متاع فلوميناس خمسة فرص سنحة للتجهيل واضحة في السيماتر عشرين تير ده معنى عشرين تير معنى سامحني دقيقة ثمونتاش ركنية عليني ترجع قدامه في التروامتر إذا يعلم باكت مالكورة دقيقة خمسة وثلاثين فورستين سنحيل التجهيل التزديد الأولى ومبعد براس في التروامتر ومبعدهم أعطوهم ضرب الجازية الخيالية ومترطوهم شنوية نحابونتو ومبعد برسيتاو ومبعد تزديدها في السيمتر هذيك اللي هعطاهه لهم خاصة المتعبير في التروامتر كما كانوا يحكيوا تاوى الأولاد معناها ونعيمة ماذا مش تترشح هالدور نهائي ضايا خمسة وثلاثين زادا يوم ممتان مكلف بمهمة معناها مرشي نياك حرم الأهلي المصري من نهائي دا كأسلع الملاندي شنوية ما تتعطاش بلانتية ذيك راي ما تتعطاش صرتو في زمن الفارع يا شخوية ما تتعطاش راي ضرب الجزائب فاضيحة معناها شمنا في شكون يلعب احنا نحكيوا على الكورة غدوة فمدي لا لا ليش خطر العبيت قولك خطر مصار لا 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 سيدك يا أخوية يا أخوية سيدك هو يسحد وقفيش فلومينينسي يا عتيك الصحة فلومينينسي هذا هو سمعني بربي جز ناصر ستة تسديدات على المرمى للأهلي اللي كنا نحكيوا فيهم وقفنا رأيهم بالخطوة تعالى شوف الإعلام الرياضي المصري تناول هزيمة النادي الأهلي إزاي في دور نصف النهائي واسمع الصادق قحبيش الصادق فعلا اسم على مسمى الحقيقة لأن بعض اللي بيطلق عليهم الصادق في مصر اسم على غير مسمى على الإطلاق فالصادق قحبيش راح بشكل موضوعي قال لك فيه ضرب الجزاء في ضيحة اللي هي ضرب الجزاء كعربة اللي الحقيقة أنا مش عارف إزاي الكابتن جهاد جريشة شايفها تدخل طبيعي أنا مش قادر أستوعب ده الكابتن عصام عبد الفتاح يا راجل اللي طول الوقت ضد النادي الأهلي قال لك ده راكل الجزاء لو تعادت أو أمام ميت حكم الميت حكم ما يحسبوها خطأ لصلاح كهربة كان في الديئة كام في الديئة ستة يعني اتغير من نتيجة المباراة وقال كمان إن فيه راكل الجزاء خيرية هدية مجانية خدها مرسلو في راكلة الجزاء اللي عليها من قسام الحقيقة لأن خبراء تحكيم قالوا مرسلو ادعى السقوط ولبس الحكم كده بلغة الكورة راكلة الجزاء لكن على الأقل لم يختلف أحد على راكل الجزاء كهربة إلا كابتن جهاد جريشة وده بصراحة علامات استفاهم كتيرة جدا بتقودنا لكابتن جهاد بالجريشة هو حكم لكن مش موضوعنا موضوعنا أن الصديق قحبش لما راح اتكلم كمان عن فكرة الأداء الفني بقى بعيدة عن التحكيم الراجل جاب ورق وقلم وقال أرقام قال لك ست تزديدات للنادي الأهلي من عشرين تزديد عن مرمى مقابل أربع تزديدات لفول مولنزي على كابتن محمد الشناوي أنا تعالى كلمني بالأرقام تعالى كلمني بلغة موضوعية وأنا هتفهم دو الله لكن الفكرة كلها إيه تطلع تتكلم وطول الأهلي لقدم أداء ولا أي نتيجة ولا أي حاجة بتحصل ولا أي حاجة ولا يستحق الوصول لمباراة النهائية مباراة النهائية عقدة على النادي الأهلي وكلام كله عام مش مستند على أي حاجة تقريبا محدش شاف المباراة من اللي تتكلمه تقريبا محدش شاف المباراة من اللي تتكلمه احنا كلنا زعلنا بشكل واضح في خسارتنا المباراة دي تحديدا لأن المباراة دي تحديدا كنا أفضل نصف نهائي بنلعبه وكنا بالفعل الأحق بالوصول للمباراة النهائية وأنا متأكد أننا كنا نقدم مستوى مختلف تماما وكنا نكون ند المانشستر سيتي أكتر بكتير من اللي قدمه الفريق البرازيلي وعشان كده كان دازع لنا يا فارس أن أنت لعبت مباراة شوت أول أنت حاطت الفريق البرازيلي في الثمنتشر بتاعه ده بطل أمريكا الجنوبية أنا عايز أقول أن الشوت الأول أنت عندك توتشر محاولة لمحاولتين ده أعظم أداء للنادي الأهلي ضد أي فريق في أمريكا الجنوبية في أي نص نهاية لعبه أو أي دول لعبه طبعا ده اللي مزعلنا ولكن زي ما وسأم بيكلمكم القصة لو بالأرقام جماعة عندما الهدف مش أرقام الهدف الناس عايزة تسيق للأهلي عشان تتشاف الناس عايزة تقلل من الأهلي عشان تتشاف وأنا يعني بسمع الصادق قحبش ولا أقول لكم إيه ما تيجي كمان نسمع بعد مبارات فلمونينزي الإيه تاني عن نادي الأهلي عشان نوصل لكم الفكرة القارة الأفريقية والقارتين الأوروبية والأمريكا الجنوبية دي ما تبقى رغم أنه الأهل المصري احنا في الأفريق نقوله فريق بمواصفات أوروبية ما هو لحقيقة مرينيش فريق البرا معناها ديك يقعد في الأخر تاريخ فما في رق عندها مشكل دي ما بيش تجاوز عاتبة معناها متع نصف نهائي ولا متع ربع نهائية واخذوا المنتخب بمتانا في كاس فريقي قاعدنا واخنا في العتبة الربع نهائي معناها فما معناها كما نقوله فامت نهان سرتان كمبليكس هكا فامت بسيكولوجي كي يتطور لكن خسارة الحقيقة خسارة حسرة كبيرة برشا على الأهلي البارح ماريتش في أورق كبيرة الأهلي البارح خير من فلومينينزي حاستان شوط الأول ليش شوط الأول حتى كما قال حاتم جو رجوع حاتم بعد ما مركيت ليه بعد ضرب الجازي الفضيحة معناها شوه معناها نقوله لحويج كوميرسان جويل جويل ما بين زوز لعبين بالنسبة لحاكم مارشينياك البولندي سيمون مارشينياك البولندي المعروف بيقربه للزفارة في الديزويد ما تتتتتتت بكل معناها سيان كونتاكت لجيتم الكورة راهي سيان جو در كونتاكت ما يشتنيه سيئ وما يشكور الطايرة كي أني ويك نتلحمه على كورة أوتوماتيك موفشي سير بناكنا كونتاكت وزيد فما معناها فما تيفار وفما الدنيا كاملة ويدخل مارسل وزيد عشرة كيلو كل عادي تيلعبوا بالخطوة تفضيحها أنا بشوف أن هذه النوعية من الإشادات هي على قد ما تفرحك كهلا وانت بتتفرج على قد ما هي بتعري حاجات كتير أهو يا جماعة بتعري حاجات كتير عند اللي بجد عايز يبص ويحاسب ويشوف إيه اللي بيحصل لما أنت تيجي تلاقي تامر بدوي غيره جهات جريشة جورديولا بيديك حقك قولي النادي الأهلي وهذا الفريق وتشوفته مباراته قدام التحجات ده وتلاقي المهندس خاد مرتجي بيتكلم إزاي مسؤوليه الستي قالوا له إحنا كنا شايفين لو النادي الأهلي قدر يقابل الستي وكان تخطف وهو كان الأحق كانت تبقى مباراة قوية جدا وتيجي تلاقي الإعلام التونسي بيقولك لأهلي فريق منديالي عنده جينات البطل كان يقدر يتخطف لما أنت تخطف لما أنت تخطف بسهولة فريق مختلف عن أي فريق عربي واحدين تيجي تلاقي جهات جريشة وليه ركل الجزاء مستحق بيقولك لا ما فيهاش حاجة تيجي تلاقي يا جماعة مجموعة من الأسماء رضا عبد العالو وغيره بعد مباراة فلومننزي بيقللوا من أهلي لازم توصل تسأل نفسك هو فيه إيه لازم تحط 100 علامة استفهام يا جماعة الناس بتدور على أي حاجة منورة في أي حتة في أي دولة وبيحاولوا يعلوها بيحاولوا يخلوها عنوان ليهم رياضيا غنائيا احنا بنشوف كل الدول ازاي دلوقتي يحد بيحاول يصنع قوة نعمة يحاول يعبر عن نفسه في اقتصاد في رياضة في فن في ثقافة في أدب في كل المجالات إنما أنت عندك النادي الأهل يهدم سيء قدارة الأهل يهدي لعبت النادي الأهل يقلل كولر اتنمر عليه طول الوقت بيخليك تحس إن انت ما عملتش حاجة يا جماعة البرونزية الناس آه يا عمي كان نفسي في الفضية وكان نفسي في الدهبية وكان نفسي في كل حاجة إنما مفرحش هو مين قادر يتحط في مكانة زي اللي انت محطوط فيها هو مين شبه النادي الأهلي فأنت بتحس المعادلة فيها حاجة غلط اللي طبيعي الناس تيجي تقول مثلا الناس في تونس يبقى عندها طب احنا مثلا عندنا شوية غيرة من النادي الأهلي فتيجي تلاقي الناس بتقولك إيه النادي الأهلي هم اللي يقولوا عليك أرقام سلبية لا خالص ده شايفين النادي الأهلي في حتة تانية تيجي تلاقي محل التحكيم تونسي مثلا يقولك النادي الأهلي استفاد من التحكيم لا ده بقولك تضرر وتيجي تلاقي الناس هنا بتهد فيك فليه مرة المليون دي رسالة الاهلي خط أحمر وهو ليه اسمه الاهلي خط أحمر يا جماعة مش شال الاهلي فوق النقض إنما خط أحمر يعني انتبه شوف مين معاك ومين عليك وعشان كده نتمنى الدرس يكون كان واضح جدا جدا ما بين اللي بينتقدك وما بين اللي بيشيت بيك معانا كلام كتير جدا ما بين بقى اللي بينتقدك وبيشيت بيك في نفس اللحظة بعد الفاصل اهلا بحراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط أحمر في ليلة استثنائية ليلة منديالية ولأنها ليلة منديالية ولأن النادي الاهلي قدم نسخة جديدة من الابهار يعني ايه نسخة جديدة من الابهار هو فكرة إن انت لما تكون حاطط توقعات وتلاقي النادي الاهلي بيغزل سقف توقعاتك ده كمشجع آخر لنادي آخر مش للنادي الاهلي لعيب النادي الاهلي أصلا وجهزهم الفني فجأة جماهير النادي الاهلي الحقيقة بالأداء الراقي في منديال أنديالية تحديدا أمام نادي اتحاد جدة بالتأكيد عندنا ثقة طول الوقت في النادي الاهلي إنه قادر يصنع اللي الناس ممكن تفكروا مستحيل قادر يغير معادلة كرة القدم قادر يحطم أي منطق وأي يعني قيمة التسوقية تفوق قيمته التسوقية وبيقدر دايما إيه فجأك بمستوى مختلف بأداء مختلف بنتائج مختلفة لكن البعض النتائج دي بتفسد توجهاته يعني إيه توجهاته يعني لو أنا عندي توجه ضد النادي الاهلي لأسباب ما فبلعب عليها قبل البطولة فييجي النادي الاهلي يبواز للتوجه بتاع ده فيحصل إيه أغير وغير البصلة فييجي النادي الاهلي يخسر فأم راجع للتوجه بتاعي فييجي النادي الاهلي فطول الوقت النادي الاهلي أمام منتقديه بيطلعهم من سخن السائع بيدوقهم بيفسط توجهاتهم بيكشفهم أمام الرأي العام وده حصل مع الأستاذ الإعلامي الكبير طبعا الأستاذ عمر أديم المعروف بانتماؤه الشديد لنادي الزمالك والحقيقة دائما وأبدا فقراته عن النادي الأهلي هي محت مشاهدات كبيرة جدا عشان شعبية النادي الأهلي بالتأكيد وعشان جمهير النادي الأهلي تحب تشوف المعاناة اللي بيبزلها الأستاذ عمر أديب وبيتحدث عن إنجازات النادي الأهلي لكن الأستاذ عمر أديب الحقيقة كان قبله مشاركة النادي الأهلي في منديال أنداء وكان عارف كويس قوي إن النادي الأهلي هيواجه نادي اتحاد جدة السعودي وطبعا الأستاذ عمر أديب كان واضح توجهه رايح لفين فبدأ يحاول التقليل من شأن النادي الأهلي فتعالوا نسمع الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا وما تقلقش إحنا مش هنقدك من سخن البارد إحنا هنوضح لك التوجه اللي تم إفساده بأقدام لعبي النادي الأهلي في منديال الأنداء نشوف الفيديو ونرجع نعرف أول حاجة لإخواني الأعزاء في النادي الأهلي بقالهم مدة عاملين مناحة جمدة وأنا عايز أقول لهم الحقيقة بجد الأهلي فرقة ضعيفة بتكسب وبتكبر لأنه الفرق اللي حواليها أضعف منها اسألوا الأهلوية عن أداء فريق النادي الأهلي نص لعيبة الأهلي عايزة تتغير إنما هتقعد تقول إيه سيد عبد الحافظ أصله لو كان موجود المدرب ده لو غيرنا أصلحنا ناقصنا تخيل لغاية دلوقتي بيلومه محمود الخطيب إنه هو ما جابش مهاجم الأهلي ما جابش مهاجم والأهلي فيه يجي عشر مهاجمين يعني فيه كمية مهاجمين غير طبعية لكن الحقيقة بجد إنه لالي نص الفرقة عايزة تمشي نص الفرقة تعبد نص الفرقة مرهقة نص الفرقة كبرت خلاص يجب أن يتم التغيير إنما هتجيبه ده طب ما هو مش كولر ده اللي كان ده الخواجة شايف حاجة تانية ده كولر ده كسبان عشرين مطش ورا بعض ده كولر ده اللي عرف يشغل حسين الشحات ده كولر ده اللي عرف يغير محمد هاني دلوقتي عايزين يمشي حسين الشحات وعايزين يمشي محمد هاني وعايزين يخلصه من الجن بتاعه مش شناوي وعايز آه الفرقة فيها مشكلة الفرقة عايزة تتغير الفرقة ليست قوية واقترفوا إنه الفرقة ليست قوية في مشكلة في الأهلي نص الفرقة لازم تمشي الأهلي بيكسب وتفوق لأنه بقيت الفرق أضعف منه مش عشان الأهلي قوي دي الحقيقة المرة اللي يجب أن يواجهها جمهور ولعيبة النادي الأهلي هي الحقيقة مرة فعلا يا أستاذ عمر بس الحقيقة مرة أنت شفتها في مونديال الأندية الحقيقة أستاذ عمر قديم يعني كثيرين وأنا منهم يعني بنشفق على الحالة اللي هو فيها الفترة الأخيرة أعلاميا برغم أنه هو أستاذ في مجاله بالتأكيد ولا شك ولكن خلينا في الحتة الرياضية وبيحاول يكسر كل مجدي في النادي الأهلي قبل مونديال هيلعب على ملعبه نتائجه المباشرة مع النادي الأهلي السابقة لصالح التحاد جدة بالتأكيد عنده كريم بن زيمة عنده فابينيو عند كانتي عنده لعبين كبار الحقيقة تم صرف مبالغ مالية كبيرة جدا من أجل إبرام هذه التعاقدات من أجل تحقيق حلم فريق للتحاد جدة وهو حلم مشروع فبالتالي في مواجهة محتملة مع النادي الأهلي فيطلع الأستاذ عمر قدي بيعمل تعال بقى نكسر النادي الأهلي ونلعب على موجة الغضب نتيجة بعض النتائج السلبية في الدوري اللي أنت لو فست مباراتك المؤجلة تفرق عن المنافس اللي هو برامة زحلان وتتصدر جدوى المسابقة تعال أقول لك أن اللعيبة دي لعيبة مستهلكة لعيبة لا تصلح لتمثيل النادي الأهلي تعال أقول لك أن اللعيبة دي كبرت لكن كمان يحط على لسان جماهير النادي الآلي فكرة الخلاص من حسين الشحات والخلاص من محمد هاني والأصعب هي فكرة الخلاص من محمد الشناوي محمد الشناوي أن الكاف كان حطه ضمن ثلاث حراس مرمى الأفضل في قارة أفراقيا متخيلين واصل الأمر لإيه طب يا أستاذ عمر أنا عارف كويس قوي أن ربما الزمالك في التوقيت ده ما كانش يعني لك شيء كبير ليه لأن المفترض لو أنت كنت بتتكلم بلسان زمالكاوي ما ينفعش تقول النادي الآلي فرق ضعيفة وبيكسب عشان اللي حواليه أضعف منه لأن انت في الحالة دي هتسيق لكل الأندية المحلية طيب النادي الآلي اللي خد بطولة أفراقيا ووصل للنهائي ده طول الوقت الفرق أضعف منه النادي الآلي اللي قبل المونديال ده كان بيوصل لمونديال الأندية وبيكسب منتريه المكسيكي وهو ناقص 15 لعب وبيكسب بالميرس البرازيلي وبيكسب الهلال السعودي 4-0 كان فرق ضعيفة وبيكسب فرق أضعف منه كان بيلعب الأستاذ عمر أديب في المنطق وفي الوعي للجماهير وبيحاول يوصل رسالة ويقول ان دي الحقيقة المرة انت لا تملك اي حقيقة لا حلوة ولا مرة يا أستاذ عمر الحقيقة المرة اللي انت لابد أن تقف أمامها هو النادي الأهلي سيظل شامخ شاء من شاء أو أبى من أبى مهما حاولت ولكن احنا هنا عشان نكشف التوجهات دي والأمور دي قدر النادي الأهلي باللعيبة المستهلكة من وجهة نظر الأستاذ عمر أديب اللعيبة المرهقة اللي نص اللعيبة عاوزة تمشي انه هو يحطم توجه الأستاذ عمر أديب ويحقق الفوز على فريق اتحاد جدة السعودي بسلسية وهدف شرف لكريم بن زيمة وسبحان الله الشيناوي لعزين نخلص منه يكون كلمة السر في الفوز ويتصدى لرقل الجزاء من كريم بن زيمة فرس يعني هو أسوأ ما في الكلام كان توقيته بصراحة يعني أعتقد صناعة الفرق المعنوي لفريق زي اتحاد جدة على حساب النادي الأهلي أنا شاف أنه هو ده كان ما يغلفه الكلام اللي تقال يعني الكلام اللي تقال أنه هو كورة بس كان أهدافه في رأيي شكل مختلف تماما لأنه لما يبقى عندي فريق مصري وراح على بطولة كاس العامل الأندية والأمور بالشكل ده وأنا عارف أنه هو داخل على ده وابدأ أتكلم في قصة أن النادي الأهلي قوي عشان لحواليه ضعاف طب يا جماعة الكلام ده لو مالوش سابقة يعني مالوش مثلا أنا حروح ألعب في كاس العامل الأندية ما أنا في كاس العامل الأندية ده كاسبان بالميرس واخد برونزاية كاسبان الهلال السعودي بطل أسيا واخد برونزاية كاسبان في أفريقيا فرق كتير جدا الوداد وغيرها ومحقق دور أبطال أفريقيا فإذا هل أنا عندي فكرة الضعيف طيب في الدور المحلي ماشي أنا متفق معاك إنك شايف مثلا فرق المصرية ضعيفة أنا مش مختلف معاك يا فعلا مقارنة بالنادي الأهلي هي فرق ضعيفة ولكن طب في أفريقيا أكيد كنت شايف المستويات وحجم الإنفاق وفرق قوية جدا الأهلي بياخد دور الأبطال طب النادي الأهلي لما راح لعب بطل أسيا خد على حسابه دور خد على حسابه البرونزاية لما قابل فرق كبيرة زي ما قلنا زي الدحيل وزي غيرها برضو حقق إنجازات بطل أمريكا الجنوبية لأول مرة تاخد على حسابه بطولة أو يعني ميداليا فبالتالي انت ليه بتقول كده في التوقيت ده يعني ليه بتحاول تظهر إن النادي الأهلي ما يا جماعة أنا مش بتكلم في المباراة أنا بتكلم في إن النادي الأهلي قوي عشان اللي حواليه فلما النادي الأهلي يا أسامة ده الضعيف وبيكسب عشان اللي حوليه قد عضل ما هو بص بقى الحتة دي لما الضعيف ده أقولك حيروح يلعب بقى حد غير اللي حواليه إيه اللي حيحصل حيخسر بسهولة ما هو ده هو ما قالهلكش كده وهي معلش يا جماعة ما بتتقالش كده بس هي جواك وانت بتتفرج أوتوماتيك لي خلاص يبقى أنا حروح هتفرم من التحجد طب أنا بقى عايز كلام أستاذ عمر أديب بعد موجهة الأهلي مع التحجد ده هو بنفسه قال لي الأهلي يستعيد ذاكرة البطولات الدولية والأهلي يثبت أنه بطل أفريقيا ليس فقط باعتراف المصابقات ولكن على الأرض هو وحش أفريقيا هو يمثل أفريقيا هو يشرف أفريقيا هو يشرف الكرة المصرية ويظهر العون في جده اليوم أمام الاتحاد فريق قوي جدا ويقولك الأهلي ناص مهاجم طب لو كان الأهلي معاه المهاجم كان حيعمل ايه؟ أداء عظيم أداء جبار نادي كبير وجمهور وفي وجمهور هايل على الطريقة الحسانية الشحاتية اليوم حسين الشحات يحرز هدفا بإمضاءه توقيفة عبقرية كأنه بيوقع في الكرة الأرضية ثم في الزاوية البعيدة جون عالمي يناسب بطولة العالم للأندية والآن يحتفل الأهلي مع اللاعب رقم 12 أو 13 جمهور الأهلي في استاد الجوهرة بجده وسعاده غير طبعية يستحق أن يرقص يستحق أن يغني يستحق أن كل الأهلوية اللي كان عندهم قناعة قوية قوية أنهم سيفوزونها بالمباراة أن يسعدوا وأن تكون ليلة حمراء جدا اليوم الأهلي يثبت أنه يستطيع أن يستغل الطاقة يستغل روح الفن الله الحمراء يستغل القوة يستغل التاريخ يستغل الخبرة واقف على رجله بيلعب بره والاتحاد بيلعب وسط جمهوره ووسط أرضه ورغم ذلك يفوز الأهل اليوم فوزا تاريخيا وهذه ليست يعني جملة فيها مبلغة تاريخية ليه لأنه هتفضل في الذاكرة أن الأهل قد فاز على الاتحاد تلاتة واحد في جدة في مباراة عظيمة لعب الأهل فيها بإيجادة وباستفادة هو العون هو العون بلا منازع أنا مش عارو الأهل هو العون بلا منازع دي الحقيقة دي الحقيقة وعشان كده أنا مستغرب ما هو الاختلاف يا جماعة ما كانش على أداة الأهل في مباراة شبابه وزداد وقول اللي تقوله ساعتها الأهل النهاردة وحش الأهل سايق ولكن الأهل ضعيف واللي حواليه فرق ضعيفة فبالتالي الضعيف ده ما ينفعش يبقى عون الضعيف ما ينفعش يبقى عون ما هو ده هو ده قانون الضعيف أمره ما يبقى عون إنما العون اللي حقيقته أصلا فريق قوي اللي حقيقته الكبوات والتعصرات بالنسبة له استثناء ممكن نقول إنه هو كان وحش النهاردة أو عنده مشاكل إنما ما قللش منه وأتمنى أتمنى أتمنى همر أديب يكون استفاد من الحالة دي اللي هو التقليل من نادي الأهلي قبل مباراة التحجات ده ثم الإشادة بيه على مستوى إنه هو عاو يربط ده يعني يربط إن الفكرة ما لهاش علاقة بإن النادي الأهلي ضعيف النادي الأهلي فريق قوي وبشاهدتك واللي حقاو في رأيه هو مش إنجاز تاريخي أنا هرافض وصف ما حدث أمام التحجات ده بالإنجاز التاريخي لا هي مباراة أثبت فيها النادي الأهلي خضراته لأن إنجاز تاريخي ليه؟ أنا كسبت بالميرس اللي كانت كنت التصليقية بالمناسبة أكبر من التحجات ده وقت لعبنا على الميداليا البرونزي أنا كسبت نادي الهلال السعودي بربعية أنا غير كده من المواجهات لما لعبت قصاد بارني ميونيخ يا أسامة كنت في المباراة معلش يعني مش بجري ولا الكرة ولا فريق صغير ولا بتاع عملت مباراة جيدة ولو بيكلم عن الدول المنظمة كسبت الدحيل وكسبت ليه إنجاز تاريخي لا بس هو الفكرة أن أنت يعني بتدحكني وانت بتقول أنا عايزه يربط مبين الكلام ده كنا ممكن نقوله بقى المرات التحجات لأن الحقيقة أستاذ عمر ما ربطش خالص هتزبط للناس مش عارف يربط الحقيقة عشان كده بقول لكم هو إنه اللي قالي بيفسد التوجه يا جماعة بيحيرك والحقيقة أنا مشفق جدا على الأستاذ عمر قديم فيما حدث ما قبل منديال الأندية وما بعد منديال الأندية وزي ما قلنا يا أستاذ عمر أنت في الرياضة لا تملك الحقيقة لكن الحقيقة عند النادي الأهلي هي اللي أنت بتشوفه من إنجازات وما هو غير حقيقي هو ما تردده عن النادي الأهلي تعالي نشوف بقى هل فعلا الأستاذ عمر قديم بقدراته الإعلامية الكبيرة قدر يعمل الرابط ده أنا إزاي كنت أبنى ردت حاج جدا بقول الأهلي فريق ضعيف ثم أبالغ في الفوز على اتحاد جدا وصلوا درجة الإنجاز والفريق العاوي وحش أفريقيا وشرف أفريقيا ومشرف مصر وأداء عظيم وأداء جبار كل الكلمات دي اتقالت بعد الفوز على اتحاد جدا وعشان كده لما قلت لكم في بداية الحلقة أوعى يغرك الحديث بعد إنجاز ده إذا اعتبرنا إنجاز أو أوعى يغرك الحديث بعد فوز مهم للنادي الأهلي لأن يا جماعة الأهلي بيجبر أي إعلامي إنه هو يركب موجة الفرح خدوني معاكم أنا دخل القاعة أنا مدعو على فرح النادي الأهلي النهاردة عشان أنا عاوز أوصل لجماهير النادي الأهلي فتطلع بعض جماهير النادي الأهلي تبدأ تكتب الله على هذا الإعلامي والله الإعلامي ده رائع وشوف مد الأهلي حقه إزاي ده بيقول عن النادي الأهلي كذا ده بيقول عن النادي الأهلي كذا هايقول إيه هيقول إيه لا حيكشف نفسه هقولك بص انا كشفت لك نفسي اهو انا بص انا اصلا كنت بعمل كده ما لازم هيامل كده فالمشكلة دي بقى مهمة جدا ناخد بالنا منها استاذ عمر قديم ليس هو فقط لا ده نمازج كتير يا جماعة وشفنا على مدار الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها اخر خمس سنين مع القليل قط احمر شفنا الناس بتيجي وقت التعادل وتبدأ ترميلك الازمات ازاي وهي نفس الناس اللي بترميلك الازمات دي هي اللي انت بتيجي تشيد بيها بعد تحقيق الانجازات وبعد تحقيق الفوز طب تعال اشوف الاستاذ عمر قديم هالربط ما بين رأيه قبل مباراة تحجده ورأيه بعد تحجده فعمل حسابه او خط حذر لما الاهلي هزم في المباراة نصف النهاية تعال انت عام تفرد يعرض لنا الفيديو قلبي يا قطر دمان كان بودي ان انا اقول لحضراتكو انه كان فيه اداء مشرف النهاردة للنيادي الاهلي كان بودي اقول لكو ان المباراة كانت بين اقدام لعيب الاهلي كان بودي اقول لحضراتكو انه الاهلي يعني كان قريب قابة قوسيني او ادنى الجنرال حظ لم يكن مع الاهلي ولكن كل هذا لا استطيع ان اقوله في الشوت التاني الاهلي شوت داون الاهلي نزل خالص فالفريق البرازيلي اللي كان بيلعب بطريقة برازيلي كان بيلعب زي ما بنقول كده تجاري على قد الماتش وينقله يا جماعة الاهلي كان بيلعب قدام فرقة فوقات كتيرة اللاعب مكسل يروح يلعب الفول اللاعب مكسل يروح يلعب الاوت اللاعب يعني وبينقله مع بعض كرة بطريقة غريبة جدا كانوا الغرض من المباراة انهم منقلوا كرة كرة برازيلية مملة جدا الاهلي للأسف مطمعش في الماتش وده اللي انا حذرت منه من يومين قلتلهم يا جماعة البطولة مش ماتش اللي اتحاد بس البطولة فيها ماتشات تانية الاهلي لم يقدم اعظم اشياءه كهرباء لم يقدم اعظم اشياءه حسين الشحات الكرة بتاعته جربها اربع خمس مرات وفي الاربع خمس مرات كان فيه بيبان وقف قدامه امام عشور لم يقدم احسن ما عنده القاهد الشناوي لم يقدم احسن ما عنده تحس انه هو الفرقة دي عارفة نتيجة الماتش من الكنترول وجايين مستنين بس في دقيقة مثلا كذا ودقيقة كذا هيجيبوا فيها اللي جوان ويروحوا فرقة من دار المسنين يعني هو الراجل جي في الشوت التاني طلع خمس لعيبة خلاص جزء من الكلام حق ويراد بيباطل بس تعالى اسرد لك القصة مشت ازاي في الحلقة دي وفي الانترو دا تحديدا اول حاجة قالك ايه الفريل برازيلي ده الشوت التاني الاهلي مش موجود طب بالنسبة للشوت الاول انا عديته ما اتكلمتش عنه طب ما اقول انا الشوت الاول قديته وده اللي احنا بنقوله جماعة اقول لانت عملت ايه في الشوت الاول والشوت التاني هصل ايه قالك انا مش هقدر اجا اقول لجنرال حظ ولا عدم توفيق ولا اي حاجة لان الاهلي ما كانش له وجود ولا حتى قادر اتكلم عن اخطاءة حكمية طب كورة كهرباء اللي في الستة يرضى كورة بيرسيتاو الكورتين اهدف محقق اطلع اقول ان اللعيبة لم تحسن التصرف مع القرى لكن مش موجود الاهلي مش موجود طيب تعالى اتكلم وقول الاهلي لو ضرب الجزاء لكهرباء لا ده انا مش عايز اوصل ده انا هنا ببني على اللي انا بنيته بعد المبارات شباب الازداد وقبل مبارات تحجد ده ما انا قلتلكم الاهلي عمالي ياخدوا من سخن السائع عمالي بوضلوا التوجه انا مش عارف اطلع اعمل ايه الاهلي هو اللي هيقودني الاستاذ عمر قريب ونماذج كتير بتتكلم بناءنا عن النتيجة لو الاهلي كسب مضطرين آسفين نطلع نبارك ونهني طب لو الاهلي اتعادل او خسر حتى لو كان ادايا النادي الاهلي افضل حتى لو كان اتعرض لبعض الاخطاء التحكمية لا ده دي فرصتي ان انا اطلع اشفي غليلي من النادي الاهلي والعب على القصة دي النادي الاهلي لما بنقول عمود الخيمة المصرية دي لا تقلع تباطا لما نقول النادي الاهلي ممكن يفسد توجهات دي لا تقلع تباطا لما يقول ان النادي الاهلي حجر عسر في وجه صورة زهنية ممكن تتكون عند ناس اخرى لا تقلع تباطا النادي الاهلي بيروح بطولة العالم عشان المنبهرين المنبهرين يتوقفوا عن الانبهار جبت اللي جبته الاهلي فاز صرفت اللي صرفته الاهلي فاز فعشان كده النادي الاهلي هتلاقيه من الاستاذ عمر قديم في حتة زيادة غير انه زمالكاوي عشان كده النادي الاهلي هتلاقي الاستاذ عمر قديم بيحاول يقولك ان الفريق لعب تجاري ده مكسلين يلعبوا الكرة وكنا بنشوف للتحمات عاملة ازاي عشان كده الاستاذ عمر قديم دوننا عن كل خبراء التحكيم اللي ممكن يجيبهم في الحلقة دي جاب مين جاب جهات جريشة عشان يجي يقول ايه الاهلي لما يتعرض لظلم تحكيمي عشان اهز الصورة الزهنية للنادي الاهلي وارجع فارس للنقطة الاسية ايه ما قبل مواجهة التحاجات ده ما هيلعب تلات ورابع لا ده انا عايز ومستني ان النادي الاهلي لما يروح تلات ورابع يروح محطم معنويا خاصة ان لعبت النادي الاهلي بالفعل كانت محطمة نفسيا لعدم مصولها للمرنة ده حقيق وبعدين انت وانت بتتفرج اجماعة في جملة كده بتتقالي الشيطان يكمن في التفاصيل فانت لما تركز في التفاصيل هتبدأ تفهم لان التفاصيل هي اللي بتوريك انت حتفتكر وانت بتتفرج ما انا برضو كنت زعلان من النادي الاهلي قدام فلمنينزي وشايف ان احنا ممكن كنا نكسب اه تمام بس انت وانت بتقول ده زعلان ليه زعلان عشان بتقول النادي الاهلي عمل اكتر من عشرين محاولة على مرمى فلمنينزي وده رقم اه كبير جد عشان النادي الاهلي الشيط الاول بس عنده 13 محاولة مقابل محاولتين زعلان عشان خاطر ما خدتش حقك تحكميا زعلان زعل الصادق قحبيشي التونسي اللي كان بيتكلم عن النادي الاهلي وبيقول ان انت كنت تقدر بس هل ده زعل عمري قديب لا ده راجل بقولك انت ما عملتش حاجة كنت وحش في المطش ما تحدش يقول لي حظ انت ما عملتش حاجة عشان يتقلق الحظ ما فيش تحكيم حتى حاجة تتقلك فهو رسملك صورة مختلفة عن الواقع وبعلك صورة مختلفة عن الواقع فتحبط فتحس ان القصة ما كانتش ان فلمنينزي انا كنت احسن منه وما كسبتش لا ده انا ما كنتش قادر ده انا بعيد جدا ده انا مستوية سيئ فترجع للكلام اللي قاله قبل ما تشتتحك جدا ده انا فريق ضعيف فتروح تخسر تالت وراب ايه بسيطة ولكن النادي الاهلي الحمد لله انه هو بيرد دايما في الملعب والحمد لله ان احنا جينا بالبرونزية اللي انا مستغرب جدا ان للبعض كان مستسهل يا جماعة عاستحنا خلاص ما وصلناش لا برونزية دي تاريخ والبرونزية دي لما ترجع تفتح التاريخ هتقول انا كسبت البرونزية على حساب بطل اسيا فلما حد يجي يقلل منك وقول لك السنت عشان فرق ضعيفة هتقول له لا ده بطل اسيا قروة اللي بطل على فرق الاهلال والنصر والاتحاد والجزيرة الاماراتي والعين الاماراتي وكل الفرق دي انا خدت البرونزية على حسابه فافهم الصورة كبيرة والجيم ما يدرش تقسه بكسة مباراة ولا نتيجة فلومنينزي انت هشوف الصورة من بعيد عشان كده البرونزية دي والله العظيم غالية 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 فوق ما تتصور طبعا كمان كان فيك يالان بقى كسبت قراوة عايز تفرح بقى عايز تقول لا اه انا مش الضعيف اللي وست ضعفة ده انا كسبان بطل اسيا شوف كان تعليق الاعلامي عمر اديب ايه مبروك للاهلوية على البرونزية ومبروك للبرونزية على الاهلوية اليوم النادي لالي يحقق انتصار عظيم روح معنوية عالية واللي يقولك ايه عن البرونزية قوله يا عم دي في العالمية اللي يقولك ايه البرونزية قوله يا عم دي في العالمية النادي الالي نورنا وشرفنا واداء جيد وروح عظيمة اي نعم الفريد اللي هم اللعبوه اي نعم الفريد اللي هم اللعبوه إنما عظيم أداء مبهر أداء جيد إجوان معلول ضيع وجاب جون الأداء اللي موجود على الأرض هايل شطعة جون كتير محاولات كتير بين الفريق وقف على رجليه قدر يتخطى الكرسى بتاعت الفريق البرازيلي الحمد لله النهاردة الأهلي شرفنا ونورنا يقول لك إيه هو حيفضل يأخذ البرونزية إن شاء الله المرة الجاية يأخذ الزهبية والمرة الجاية يأخذ الفضية ما إحنا قاعدين هنا مش عارفين لنأخذ زهبية ولا فضية ولا حتى نحاسية فيعني كده عظيم وكده جميل ألف مبروك للألوية على البرونزية وإوعى حد يأخذ منك فرحتك إوعى حد يقول لك إسفريق ده تعبان إوعى حد يقول لك هو كل مرة برونزية ما تجيب حاجة تانية إوعى حد يدائعك مثلا يعني بصراحة آه البرونزية كويسة بس حاجة ما تفرحش قوي يعني حاجة ما تحسسكش بالسعادة البالغة بالسعادة الكاملة بالشيء اللي ممكن يوصلك لحالة جميلة يعني مش مرحلة سطلانة إحنا ما وصلناش لمرحلة سطلانة سطلانة دي في الآلي ليها مركز معين إن انت هتبقى في السطلانة إنما مرحلة سطلانة ما وصلنا لهاش كان نفس الآلي يوصل لده إنما معلش ناشوه ده كلام جميل أيا كان بقى يعني هو قالك ما تخليش حد يسحب فرعتك بس إحنا وصلناش لمرحلة سطلانة هو حد يقلل من البرونزية بس يعني يا البرونزية كده ما تخليكش حاسس اللي هو انت عارف يعني القصة كده دخلة في بعضها ولكن أرجع وأقول يا جماعة تاني هدفنا من الفقرة دي وهي إمتى اللحظات إن أنا ما عنديش مشكلة إن أي إعلامي رياضي أو غير رياضي ما كانت القصة غيراش علاقة بكده لأ علاقة إنك ممكن تقولي لأهلي النهار ده وحش لأهلي عنده مشاكل لأهلي عنده نواقص كولر أدار المباراة سيئة إنما فكرة إنك تطلع من ده لأحكام عامة يعني أحكام عامة النادي الأهلي فريق ضعيف ده ده اسم حكم بالكلية ما لهش علاقة بالمباراة النادي الأهلي بياخد بطولات أو كذا عشان هو ضعيف وجنبه فرق ضعيفة هنا دي حالة هتفضل رايحة معاك هتقلل من شعورك بأي إنجاز بعد كده فنبدأ نركز في ده وبعد كده الإشادة يا جماعة اللي انتو بتقولوها دي والله بتبقى حلوة بس أنا مش محتاجك لحظة الإشادة تخيل ماهو كله بيشي ماهو يا جماعة اللي بيحبه واللي ما بيحبش بتلاقيه على بوفي الفرح ادخل كده على أي فرح هتلاقي اللي بيحبك وبيحبكش بيأكل على بوفيه مش هتلاقي حد يعني ما بيأكلش أنا محتاجك إمتى في الوقت اللي أنا محتاج إنك متقللش مني فيه كان توجهنا هنا قبل كاس العالم للأندية ورسالتنا هنا إيه يا أسام إن يا جماعة دي حالة نفسية ودي حالة نفسية دي حالة فنية ودي حالة فنية وروحنا الماتشات بيتسو مسماني الستة قبل كاس العالم للأندية اللي فاتت طب هل إحنا ما بننتقدش هل أحيانا يا أسامة يعني بيبقاش فيه زعل إن انت بتنتقد أو بتقول أو الندي الأقلي بس انت بتنتقد في الحتة اللي تستحق الانتقاد وبتدي دفع معنوية في الحتة اللي تستحق الدفع المعنوية وبتشيد في الحتة اللي تستحق الإشهادة لو أنت أكيد يا فارس كلنا يعني واسقين في نوايانا وإحنا بننتقد ما هي دي اللي أنت قلتها من الأول خلي المشاهد أعمل كده هستوري بينك وبين اللي بينتقد وهل ده راجل من الآخر كده مصالحه مصالح النادي الأقلي ولا حد عنده توجه تاني بالزرط لكن حقيقة يعني ختما يعني الأستاذ عمر قديم احنا الفيديو الأخير هو الحياة تقدر توصفه بفيديو تاية هو مش عارف يقول إيه يعني يقول لك فريق ضعيف ويرجع يقول لك مش عارف إيه لكن ده طبيعة الحال هعديها ونتمنى طبعا يعني النادي الأقلي مقبل على بطولة وده قدر النادي الأقلي كما مر شرفي خيعملوا سرامينكا للنادي الأقلي ده شيء إيجابي جدا وبنشكر الأندية اللي هانت نادي الأقلي المحلية زي نادي أمبي الحقيقة قدم يعني تهناء للنادي الأقلي الفوز بالماديلية البرونزية زي ما نادي بلدية المحلة للأمانة كان قدم تهناء للنادي الأقلي بالفوز بجائزة أفضل نادي داخل القرى 2023 هو ده اللي احنا منتظرينه من الأندية المحلية وده اللي منتظرينها فرس كروح رياضية وتقدير لحجم النادي الأقلي وإنجازات النادي الأقلي ويستحق النادي الأقلي ورسالة للعب النادي الأقلي انتوا شفتوا الجمهور قبل كاس العامل الأندية نتائج سلبية كان عنده بعض الأمور اللي يروح ويكسب التحجات ده كل لعبته اللي يروح ويكسب بطل أسيا اللي يروح ويحط فلومينزي في الثمنتاشر ويخليه لعب تحت الكرة شوت كامل ماينفعش يفرد في حاجة عشان خاطر هو يقدر عارف لو ما تقدرش مش حلومك إنما انت تقدر على كل شيء تعامل ان انت الفريق الأقوى والأفضل داخل القرى بل مقارنة بقرات أخرى منتظرين السوبر من الإمارات ونشوفكم في حلقات جديدة ويظل دائما الأهلي خطع